إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتعاون مع اتحاد الإذاعة العربية تقدم لقاءات عربية الإشراف والتنفيذ وداد الثل سيدتي وسادتي مساء الخير في حلقة اليوم من برنامج لقاءات عربية والذي يبث عبر نظام مينوس أسبو سنناقش قضية مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب وأيضا ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية أو ما يسمى بالإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد الحديث وأثر ذلك على مجتمعاتنا العربية سنتحدث عن النموذج الأردني والنموذج اليمني ونصطدف هنا في استيديوهات الإذاعة الأردنية أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن والذي عمل في عدة مواقع حكومية وخاصة ومن ضمنها مدير الإعلام الإلكتروني سابقا في رئاسة الوزراء وهو السيد خالد الأحمد ومن إذاعة اليمن أرحب بزميلي الدكتور محمد ناصر حميد وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض المدير التنفيذي لشبكة مأرب إبريس ومدير التحرير لموقع مأرب إبريس أرحب بضيفي هنا في استيديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ خالد الأحمد مساء الخير يا سيدي مساء النور وأرحب بزميلي الدكتور محمد ناصر حميد من إذاعة اليمن وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض دكتور محمد مساء الخير مساء النور أهلا بك اسمح لي دكتور محمد أن أبدأ مع ضيفي الأستاذ خالد الأحمد وهو أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن لنعرف الإعلام الاجتماعي ما هو مفهوم الإعلام الاجتماعي هذا الإعلام الجديد على مجتمعاتنا العربية والذي أصبح متداولا قبل الثورات العربية أو قبل الربيع العربي وازداد الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر الربيع العربي عفوا وأيضا الثورات العربية سيد خالد كيف تعرف الإعلام الاجتماعي من وجهة نظرك وخبراتك في مجال الإعلام الاجتماعي؟ الإعلام الاجتماعي هو عبارة عن تواصل مع بعض الأفراد في العالم الافتراضي عبر موقع الشبكات الاجتماعية المختلفة حسب مجموعة اهتمامات أو شبكات انتماء خاصة لكل شخص وهنا في قوانين جديدة إحداهما أن المستخدم هنا هو المنتج للمحتوى هل نستطيع أن نقول بأن هناك مراحل لتطور الإعلام الاجتماعي في الوطن العربي؟ كيف كان شكل الإعلام الاجتماعي في البداية؟ وكيف تطور وأصبح الآن؟ وكيف هو مستقبل الإعلام الاجتماعي أيضا؟ بالنسبة للأردن بدأت شبكات الإعلام الاجتماعي في المنتديات وثم تطورت إلى المدونات ومن ثم صار في شركات وأسماء جديدة مثل فيسبوك واليوتيوب والهاي فايف والتويتر وهلأ فيه كمان البنينترست بالأردن تقريبا هي عبارة عن عدد مستخدم الفيسبوك فوق الاثنين مليون 2.190.880 و77% من عدد مستخدمين فيسبوك بالأردن هم تحت سن الـ 35 فإذن معظمهم من الشباب وبنسبة للمستقبل نلاحظ أن كل الشبكات الاجتماعية تنتقل إلى الهواتف الذكية فحيصير الاتصال مش من الكمبيوتر ولكن حيصير عن طريق الهواتف الذكية في المستقبل القريب إن شاء الله نعم وفقط يعني بمعنى آخر مصانع الهواتف الذكية سخرت منتوجاتها من هذه الهواتف لصالح هذه الثورة التكنولوجية نعم كل شبكات الاجتماعية في الوقت الحالي والمستقبل القريب لازم يكون عندها تواصل وزم تحكي applications عن طريق الهواتف الذكية نعم اكتشف أنه سبب من أسباب النجاح أنه يكون متوفر لكل الأشخاص الدخول إلى هذه الشبكات عن طريق الهواتف الذكية وحتى كمان لاحظنا في الثورات العربية أنه مثلا موقع تويتر سمح لجميع المواطنين في بعض البلدان للدخول إلى تويتر إذا كان تويتر غير متاح في هذه الدولة عن طريق الهواتف الغير ذكية نعم عن طريق الـ SMS متاح لهم الخدمة هذه في بعض الدول نعم تحدثت عن عدد مستخدمي لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديدنا الفيسبوك 2 مليون و190 ألف شخص في الأردن نعم قديش عدد مستخدمي الهواتف الذكية للوصول إلى هذه المواقع هل العدد محدود يعني لسا في البدايات أم في هناك تطور لاستخدام الهواتف الذكية الهواتف الذكية أول ما أنتجت كانت سعرها غالي نعم وغير متاحة للكل بحسب الماديات ولكن الآن عم بنتج هواتف ذكية بسعر رخيص وسعر أرخص من قبل تتناسب مع دخول المواطنين نعم فصارت هلأ شريحة الناس اللي ممكن يمتلكوا هذه الهواتف الذكية أكبر بكثير مما أول نعم فصار هلأ يعني أنه معظم الناس يعني معظم الناس اللي داخلين عن الشبكات الاجتماعية لا تنحصر بشريحة معينة كما في السابق ولكن شريحة الآن عم تكبر أكثر وأكثر يعني قبل ما ننتقل إخوانا في إذاعة اليمن ونسأل الإعلاميين والصحفيين في اليمن كيف ينظرون إلى الإعلام الاجتماعي وهل مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور في الربيع العربي وأيضا في الثورة اليمنية في اليمن الشقيق سؤال اللي ممكن يعني نطرحه وقد يشكل مفاجأ أيضا لإخوان اليمنيين كديش عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن هل تطور هذا الرقم وازداد بعد اندلاع الثورة اليمنية أم ظل محافظ على يعني المستوى تبعه كديش عدد مستخدمي الذكور بالنسبة للإناث لمواقع التواصل الاجتماعي في اليمن تفضل أستاذ خالد الآن بالنسبة لليمن عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن في الشهر الحالي 526.280 ولكن هذه كانت نقلة نوعية وقصة كبيرة بحيث أنه بشهر أيلول السابق شهر سبتمبر كان عددهم صارت في زيادة وهي 257.900 نعم و84% من العدد هذا تحت سن الخمسة وثلاثين نعم نسبة الإناث فقط 20% نعم عندهم وكمان عدد مستخدمي التويتر هذه معلومات جديدة في الشهر الحالي يعني في شهر تقريبا مارس مارس 2012 في اليمن عبارة عن 5113 نشط نعم وبتعريف كلمة نشط هنا على التويتر هو أي شخص يغرد نعم على الأقل مرة بالشهر طيب مرة تانية نعيد الإحصائية 526.280 شخص عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن تطور وازداد هذا الرقم بعد شهر 9 العام الماضي يعني زاد تقريبا كيف صار بالضبط الرقم؟ هلأ 526 526 ألف نعم الزيادة من الشهر التسعة لشهر خمسة هي 257 وتسعمية جميل 84 نسبة مستخدمية الفيسبوك تحت سن 35 نعم نسبة الإناث المستخدمات لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الفيسبوك 20% عدد مستخدمية تويتر حوالي 5000 شخص أو مغرد أو نشط على موقع التويتر دكتور محمد ناصر سؤال لضيفك في استوديوهات إذاعة اليمن كيف ينظر الإعلاميين والصحفيين في اليمن للإعلام الاجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر اليوتيوب هل هذه المواقع كان لها دور في الثورة اليمنية؟ تفضل دكتور محمد شكرا جزيلا الأخي فضل المعارك الحقيقة يعني من الواضح تماما أن ضيفنا هناك في الأردن الأستاذ خالد الأحمد قد تكفل بالجانب الفني إلى حد كبير أخي أحمد كما لحظت وحاول أن يسير معنا في قضية الإحصاء يسير معنا في أيضا ما يمكن أن يسمى علاقة التليفونات الذكية بهذه المواقع ما يمكن أن يسمى أيضا طريقة الاستعمال إلى آخره ثم بعد ذلك اعتنى واهتم بأن يخبرنا عن إحصائيات المستعملين لهذه المواقع في بلادنا في اليمن كما فعل ذلك أيضا في الحديث عن أخواننا هناك في الأردن أولا أستاذ أحمد عايض بوصفك مهتما بهذا الأمر لا بل على العكس مسؤول عن موقع مهم جدا في عندنا وهما ريبريس وعن الشركة نفسها من النحية الفنية قبل أن أدخل إلى سؤال الأستاذ الدكتور فضل وهو مهم الأستاذ أخي العزيز الزميل فضل وهو سؤال مهم جدا قبل أن أصل إلى هذا السؤال هل لأن أعرف إلى أي مدى إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن إقبال الناس على الإطلالة أو على الإفادة من هذه المواقع كان مرتبطا كثيرا بقضية هموم المواطن أكثر من ارتباطه بالقضايا التثقيفية أو المعلوماتية بمعنى هل كان المستعمل يستخدم أو يتتبع هذه المواقع ليريد وصول إلى معلومة أو أنه كان يريد أن يتابع ليسهم ويشترك في صنع بنية الرأي أين موقعه إلى جانب إذا كان لك أي تعليقات في الجانب الفني شكرا لك شكرا لكم ولكل مستمعينا في أرجاء الوطن العربي حقيقة نستطيع القول أن موضوع الإعلام الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي لعبت خلال السنوات الأربع الماضية في اليمن ثورة هائلة في صفوف الشباب والشابات بشكل عام خاصة المتعلمين وخاصة المتواجدين في المدن المواقع التواصل الاجتماعي استطاعت خلال الفترة الماضية أن توجد علاقة حميمية في وسط كبير من قبل الشباب برغم اختلاف مناطقهم وانتماءاتهم وأفكارهم لكن استطاعوا عبر هذه الشبكة الافتراضية إيجاد علاقات تعاونية وأخوية وتبادل المعلومات وتبادل للصور وإلى ما غيرها هناك إقبال شديد الآن يعني على التسجيل والدخول إلى هذه الشبكات التواصل الاجتماعية وأظن أن مئتين وسبعين ألف مسجل خلال الشهر المنصرم يكشف عن مدى الهوس الموجود لدى الشباب خاصة في سن العشرينات من العمر من كل الجنسين يعني يمكن نضيف هذه استطلاح نضيف إلى الـ 526 نعم ستصبح إضافة يعني لأنك قلت الـ 270 في هذا الشهر الماضي تقريبا نعم هناك إقبال كبير من قبل الشباب رغم كل ما نستطيع أن نضفي من استخدامات رصينة على هذا الشيء يمكن القول أن هناك رغبة لدى الشباب أن يكون جميعهم مسجلون أو مشتركين على الفيسبوك أو على تويتر أو يكون لهم الحساب الخاص على اليوتيوب أو غيرها من هذه المواقع ولذلك عندما جاءت الثورة اليمنية في اليمن ويمكن أن ولجنا إلى صلب الحديث عن دور هذه المواقع في الثورة اليمنية أو في الربيع العربي بشكل عام نستطيع وكوني أحد المراقبين لاندلاع الثورة اليمنية أن شبكات التواصل الاجتماعي خاصة شبكة الفيسبوك والتويتر لعبت دورا هاما في تدفق المعلومات على مستوى الساحة اليمنية وفي على كل المدن اليمنية فأصبح الشباب الذين يخرجون في المظاهرات أو المسيرات أو المعتصمين في أي مكان بتلفوناتهم الذكية أو حتى الاعتيادية يعملون على الرصد وتوثيق كل ما يجري فربما أن بعض الشباب أو الشابات الاعتياديين إذا ليس لهم ثقل استطاعوا أن يكتسبوا الاهتمام والمتابعة من كثير من المتابعين على صفحاتهم لأنهم كانوا يقومون بإنزال تلك الصور وتلك المعلومات وتلك المقاطع الفيديو على صفحاتهم مما جعل على أن حتى المواقع الإعلام الرسمية كصحف وسائل الإعلام مختلفة أن تهتم بالتعامل مع هؤلاء المدونين الذين بدورهم استطاع العديد منهم أن ينظموا صفوفهم خاصة الناشطين من هؤلاء الشباب وأن يتم افتتاح صفحات إخبارية مهتمة بالثورة اليمنية ولذلك نجد أن أكثر من أربعين إلى خمسين صفحة تقريبا إخبارية موجودة على الفيسبوك في اليمن منها ما هو نشط ومنهم من يقوم بتنشيطها على شكل فردي وهناك من يتم بتنشيطها على شكل الجماعي فعموما الإعلام الإلكتروني والإعلام التواصل الاجتماعي لعبت قفزة هامة في تغيير الرؤى والقناعات لدى العديد من الناس وخاصة الشباب الربيع العربي طيب فيما يتعلق بهذه النقطة أستاذ أحمد عايد وأنت كما أشرت من خلال موقعك بوصفك مراكبا وبوصفك أيضا نشطا في هذا المجال أي في مجال البث الإخباري الذي يتصل بقضية تبادل المعلومات لعل أهم ما يمكن أن نقوله عنها هو مقتصر أحيانا في تبادل المعلومات تتصل بالربيع العربي نظرا لأن الناس مسكونون ومشغولون بمتابعته هل تعتقد أن مثل هذا العمل أو أن هذه القضايا التي تتصل بهذا الموضوع كانت تمثل يعني الحجر الزاوية كما قال بعضهم في انطلاق هذا الربيع أو أنها كانت مساعدة لا أكثر لا أقل لا نستطيع أنها في اليمن أو غيرها من البلدان العربية مثلا سيدي الكريم أقرأ مثلا أنه يقول لك ثورة الفيسبوك ثورة التويتر يعني بمعنى أن الثورة نسبت إلى الموقع ولم تنسب حتى إلى مستعمل الموقع ربما من قبيل المجاز لا يهمنا في الأمر هذا كثيرا لكن من يستعمل مثل هذه الألفاظ كأنه يريد أن يقول أنه لو لا هذه المواقع ما كانت الثورة أو على الأكل ما كانت تداعي إليها نعم 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 لكننا لا نستطيع أن ننسب كل ما جرى في الربيع العربي يعني إلى مثل هذه الوسائل هي كانت أداة من أدوات التواصل الحي والمباشر في التجمع وإرسال المعلومات والتواصل يعني الآن فهي إحدى العوامل الرئيسية التي ساعدت يعني على سرعة واشتعال الربيع العربي في المدن وفي العواصم الدول العربية إلى غير ذلك القضية وما فيها على أن أن هذه التواصل خلقت لدى كثير من الناشطين والفاعلين الذين لديهم مستعداد على التغيير والذين كانوا هم أنفسهم من يبثون البيانات والأصور أو المقاطع الفيديو أو يتم إرسال دعوات جماعية هم من كانوا يحشدون الحشد ليكونوا هم أول من يتصدرون الصفوف أو من يقومون ببدء التحركات الميدانية لا نستطيع أن القول أن كل من شاركوا في مظاهرات أو مسيرات في الربيع العربي أنهم كلهم مسجلين على شبكات التواصل الاجتماعي لكن نقول أن هؤلاء هم الرواد خاصة في الشباب المتعلم والمستنير الذين أرادوا أن يذكوا شرارة التغيير في الشارع العربي استعانوا بمثل هذه الوسائل التغيير الإعلامية فكانت هي أحد الوسائل المعبرة لهم والمنفسة لبث أفكارهم وتوجهاتهم يوم أنغاب الإعلام الرسمي والإعلام الأهلي والإعلام الحزبي عن ما يصبون إليه فجاءت هذه النافذة تعبر عن طموحاتهم لكن ربما قال لك شخص هذا الكلام الذي تقوله على حقيقته يمكن أن يرى فيه رأي فرعي وهو أن هؤلاء الذين اشتركوا وتنادوا إلى مثل هذه الثورات والمظاهرات إنما كان بسبب هذه المواقع الإعلامية الاجتماعية بدليل أنه ما رشح مثلا عادل المدون المصري لعله إذا لم أذكر لنسى اسمه اسمه عادل أو غنيم إلى آخره ليس مهما مع تداري له إذا مسيت اسمه لكن أقصد أقول قالوا لو لا أن الأمر كذلك ما رشح مثلا لجائزة نوبل للسلام لأنه ما أحدثه من ثورة ودعوة هو دليل على أن تدوينه كان سببا إذن سيقول لك إن القضية تتصل بأن هؤلاء الذين ليس لهم مواقع وجعوا إلى المظاهرات إنما بسبب أنه قد نقل إليهم عن طريق صاحب الموقع الذي استقبل من موقع آخر نقل إلى من ليس له مواقع وعندئذن فإن المصدر ستكون المواقع هل لك يعني رأي في مثل هذا التعميم إذا جاز أنا أقول إنه تعميم يمكن القول أنه وائل غنيم يعني في مصر وائل غنيم إذا سأشكرا أشكرك شكرا جزيلا أشكرا في مصر بحكم أن عدد المستخدمين للإنترنت يعني بحكمة الكثافة السكانية الهائلة في المجتمع المصري تكون له خصوصيته بخلاف ما كان في تونس أو في اليمن أو في سوريا نظرا للاستخدام المحدود للإنترنت يمكن أن يقول أن يمكن القول على أن ما جرى لترشيح غنيم لهذه الجائزة هو يأتي في سياق التكريم للناس المبدعين الذين استطاعوا أن يستغلوا مثل هذه الشبكات في وسائل التغيير نحو الأفضل وليس لذلك الجيل الذي حول هذه الوسائل لنوع من أنواع الترفيه أو البحث عن الترفيه الشخصي أو المحاولة التشويه الآخرين أو من الاستخدامات الأخرى ارتقى بها نعم ارتقى بها إلى وسيلة تغييرية واستطاع أن يوصل كلمته إلى مجتمع المصري وإلى المجتمع العربي بشكل عام شكرا أعود بالميكروفون إلى زميلي فضل معارك في استوديوهاتنا هناك بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان وأرجو أن أرفق مع الميكروفون سؤالا أستأذن زميلي فضل في أن يطرحه على ضيفنا هناك الأستاذ خالد الأحمد فيما يتعلق بقضية دور الحواري بين مستعملي هذه المواقع غالبا ما كنا نسمع أن الحوار ينتهي أحيانا بالوصول إلى اتفاق بين المتحاورين بل ربما قلنا إنه مؤتمر كتب به بيان وصيغ به اتفاق إلى آخره ولم يلتقي الإخوان إلا عن طريق هذه المواقع هل أستطيع أن أقول إننا في المستقبل سنجد أنفسنا على ثقة بأن الحوار على هذه المواقع يمكن أن ينتج ثقافة معولمة إذا جاز التعبير أو عولمة ثقافية عندئذ يخشى من سلبياتها وينتفع من إيجابياتها الميكروفون لديك أخي فضل شكرا دكتور محمد يعني ثقافة الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي هل يعني كما ذكر دكتور محمد ناصر نصل فيها إلى نتيجة على عكس الحوار الشخصي المواجه ما بين شخصين وجها لوجه إلى أي مدى المعلومات المتداولة على هذه المواقع في ظل هذا الحوار هي معلومات ذات ثقة ومصداقية بالنسبة للمتحاورين هل يؤخذ بها هل الآن يؤخذ بها أم متوقع في المستقبل أن يتم الأخذ بها لاحقا أستاذ خالد فضل شكرا على السؤال أعتقد الحوار على الشبكات الاجتماعية هو في طريقه إلى النمو نعم مثلا بالنسبة للحوار الصحفي طريقة تناقله على الشبكات الاجتماعية فيه البعض لا يعطيها المصداقية المطلوبة لأنه ما بيكون موجود المصدر للخبر هذا بس لاحظنا أنه في بعض الأخبار العالمية نشرت على الشبكات الاجتماعية قبل أن تنشر على الإعلام التقليدي ولكن لم يأخذ بها ولم يعطيها مصداقيتها لأنه ما كان فيه إلها مصدر وما كانت ناتجة من الشخص الموثوق أو اللي عنده مصداقية عالية نعم فمثلا في خبر طلع على التويتر مثلا أنه الفنانة ويتني هيوستن قتلت أو ماتت لأن أمي تشتغل عندها فهذا الخبر ما عنده مصداقية كبيرة لأنه شخص بيحكي لك نقل الخبر هذا وما فيه طريقة أنه يكون إلو مرجعية ونشوف مصداقية الخبر بس ولكنه ثبت أنه الخبر صحيح نعم وهذا بالنسبة للأخبار الصحفية فإحنا فيه طريقنا النمو طريقة الحوار هي عبارة تنمو تنمو فحيص الاتيكيت لنقل الخبر عم متعلمه وفي المستقبل القريب حيكون إلو مصداقية وحنأخذ فيه بالنسبة للحوار أنا رحص أنه الحوار على الشبكات الاجتماعية غير ناضج فبصير حوار وبصير زحام وبصير صدام بين اثنين بأراء مختلفة ولكن أنا شفت حوار على الشبكات الاجتماعية بين الشخصين معينين وبعد يومين الثنين الشخصين هذول قابلوا بعض ونفس الحوار أنتج مرة ثانية بس بالحقيقة مش بالعالم الافتراضي نعم كان الحوار بالحقيقة مدني أكثر من الحوار بالعالم الافتراضي أقل حدة أقل حدة ولكن ولكن لما رجعوا إلى العالم الافتراضي وكملوا الحوار صار الحوار مدني برضو أكثر من العالم الحقيقي فالحوار بالعالم افتراضي حاد فلازم يكون له شوية قاعدة نعم انه ممكن يبدأ بالعالم افتراضي بس ما يظلوا موجود هناك ممكن انه ينتقل الى العالم الحقيقي واول ما يعرفوا بعض وشوفوا انه فيه انسان خلف هذا الاسم على التويتر او على الفيسبوك بصير بيعطيه شوية مصداقية اكثر وبصير بيعطيه شوية احترام اكثر وعندما يرجع العالم افتراضي بيكون هو قابله فبتكون الحدة اختلفت كتير وبكون سفل ومدني اكثر هل الربيع العربي عمل على اشهار المواقع مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى اخر برزها على السطح اكثر مما كان قبل الربيع العربي لانه انا موجود على التويتر من 2009 وكل ما بصير حدث كبير سياسي زي الربيع العربي بدولة معينة بتيجي افواج وافواج من الناس الى تويتر نعم يعني اول ايش مثلا الناس بحكي لك ان احنا شو بدنا فيه موجود عندنا الفيسبوك مو شايفين له فائدة ولكن بيكتشفوا انه كل ما بصير حدث سياسي في بلدهم او بلد مجاورة بدخلوا افواج كبيرة على الشبكات الاجتماعية هذه نعم هل اسي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الربيع العربي من حيث التهويل في ارقام القتلى والجرحة بحيث نستثير عواطف الناس باتجاه الثورة يعني استثارة ايجابية لدعم الثورة وايضا يعني الخروج للتظاهر والاعتصامات والحراكات هو هذا عبارة عن يعني الشبكات الاجتماعية هي عبارة عن ادوات نعم في بعض البعض يحسن استعمالها وبعض يسي استعمالها نعم هل اسي استخدامها؟ هلا ما في أنا ما عندي مثلا اي تقرير واضح رسمي انه تم ايساءات بس مثلا من تجاربي انا نعم بشكل عادي انسى بشكل سياسي بشكل عادي ممكن يسي استخدامها نعم وممكن برضو انه تكون شغلة ايجابية لشخص او لشركة معايدة يعني هذا السؤال سيوجه لاحقا لضيف اذاعة اليام من الصحفي احمد عايد يعني هل اسيئة فعلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الربيع العربي او في الثورة اليمنية من حيث التهويل في ارقام القتلى والجرحى بهدف استثارة وجذب اكبر عدد من المتضامنين مع الثورة اليمنية نريد ان نعود الى احصائيات وبهمنا كمان نعرف الناس اكثر فيما يتعلق بموقع الاردن واليمن بالنسبة للدول العربية المجاورة دول منطقة الشرق الاوسط وايضا شمال افريقيا والمغرب العربي اين هو موقع الاردن بالنسبة لعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وكذلك الحال بالنسبة لليمن لدينا دراسات واحصائيات يعني متناثرة في بعض الاحيان لكن نريد ان نصل الى رقم تقريبي في هذا الوقت بالنسبة للاردن من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك الاردن تحتل المرتبة السابعة ومن حيث نسبة عدد مستخدمي الفيسبوك من رقم اثنان نعم اثنين بعد بعد الامارات بعد الامارات نعم والمرتبة السابعة بالنسبة لعدد الدول مين قبلها عندك مصر سعودية المغرب الجزائر الامارات وتونس نعم هلأ بالنسبة ل اليمن رقم 15 من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك نعم بس بالنسبة للعدد الثاني ما عندي نعم يعني هي المرتبة الخمسطاش بشكل عام بالنسبة للدول المستخدمة من الفيسبوك نعم لكن من حيث عدد السكان يبدو نحن بحاجة إلى دراسة أو إحصائية تتعلق باليمن الشقيق ما هي طبيعة أو مجالات استخدام المواطن الأردني لمواقع التواصل الاجتماعي وسنتحدث لاحقا عن موضوع الملكية الفكرية والقرصنة والتزوير ولدينا حادثة قريبة أنه تم يعني عمل حساب لرئيس الوزراء الحالي على الفيسبوك دون أن يعلم وبالتالي هو نفاه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية لكن كثير من الناس يعني حصلوا على صداقة من خلال هذا الموقع ولكن اكتشفوا لاحقا بعد تصريح رئيس الوزراء الحالي بأن الموقع أو صفحته على الفيسبوك ليست له ما هي المجالات التي يركز عليها المواطن العادي عند استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي ممكن يعني للتواصل مع أشخاص بنفس الاهتمامات نعم والتعرف عليهم ممكن التواصل مع الشركات نعم البحث عن فرص عمل نعم البحث عن مستثمرين إذا عندهم فكرة ريادية مثلا نعم ممكن معرفة الأخبار المحلية والعالمية قبل أن تنزل بأي مكان آخر نعم خاصة على تويتر والتواصل مع أشخاص دون فوذ اللي هم بالعالم الحقيقي ما كان ممكن يوصلوا لهم بس بالعالم الافتراضي ممكن يوصلوا لهم يعني ممكن تكون عبارة عن تغريدة ويرد عليك وزير خارجية فالعلاقة هاي بالعالم الافتراضي غير موجودة بالعالم الحقيقي نعم لدينا نموذج هناك حساب لوزير الخارجية نعم على التويتر نعم حدثنا عن هذه التجربة الافتراضية وزير خارجية معالي ناصر جودة ناصر جودة موجود على تويتر بشكل مكثف وتفاعل على شكل شخصي وشكل حكومي وشكل إعلامي عنده أصدقاء من المزرعة الخارجية بالدول العربية جارة زي البحرين والإمارات وكمان ممكن في بعض الأمور إذن كان في خبر موجود في الصحف عن شخصه ممكن هو تسأله شخصيا ممكن يجاوبك أن الخبر هذا صح أو توضيح للخبر أو رأيه بالموضوع بالسياسات الخارجية للأردن ممكن أن تسأله مباشرة بدون أن تدعو إلى سبق صحفي عن طريق التويتر ممكن هو يجاوبك وبالتالي بعض المواقع الإلكترونية تلتقط ما يقوله على حسابه على التويتر وبالتالي يبث على شكل خبر يصبح المادة المغرد بها على التويتر هي مادة خبرية بالنسبة للمواقع الإلكترونية يمكن أن يتناول نعم أنا صوت معه لقائين على التويتر في سنة 2011 و سنة 2010 لقاء كان مفتوح لأي شخص بدي سأله سؤال استعملنا وسم معين هاشتاغ معين وكان أي شخص أخذنا أسئلة من كل المواطنين الأردنيين بالأردن وخارج الأردن نعم لكن كما ذكر زميلة دكتور محمد ناصر أن مواقع التواصل الاجتماعي تفوقت على الإعلام التقليدي وبالتالي أي شيء ممكن أن يغرده أي وزير في الحكومة لا يعتبر خبر رسميا إذا لم يأتي عن طريق الوكالة الأنباء الرسمية أو المندوب الخاص بالصحيفة الموجود في وزارة ما لا أنا ممكن أخذ خبر رسمي إذا طلع من تغريدة من مسؤول حكومي نعم فأنا ممكن أصدق الخبر هذا لكن تصدقه على الموقع الإلكتروني وليس على الصحيفة التقليدية أو الإعلام التقليدي ممكن على التغريدة أخذ من التغريدة وأصدقه هناك بحصل مرات أنه مثلا ممكن يكون الحساب المسؤول الحكومي تم قرصنته فبيطلع أخبار خاطئة ممكن وصارت حادث عادثين بدول أجنبية فبيطلع توضيح بطلع توضيح أنه تم قرصنة حسابي وهذه الأخبار مش مني يعني نعم طيب مسألة القرصنة والتزوير ما في هناك قدرة تكنولوجية بحيث الحد منها كيف القرصنة قصدك عن قرصنة الحساب؟ نعم هو نعم يعني فيه لكل أو إنشاء صفحة على الفيسبوك لشخص لم يقوم بإنشاء هذا الحساب نعم موجود بالتويتر وبالفيسبوك مثلا بالتويتر كل مسؤول حكومي منتخب ممكن يتواصل مع شركة تويتر ويعطوه وسم على البروفايل تابعه أنه هذا الأكاونت مثبت وهم بيحكوا أن الشخص وراء الاسم هذا هو الشخص الحقيقي فهذه بتحد من القرصنة وبتحكي للناس أنه أنا هو الشخص الحقيقي خلف هذا الاسم طيب هل نستطيع أن أقول بأنه وهو سؤال أخير حتى أنتقل لزميلة دكتور محمد ناصر هل حسنت مجالات استخدام الإعلام الاجتماعي من حياة المواطن الأردني أم كان لها انعكسات سلبية في إيجابية وفي سلبية أكيد يعني ممكن إيجابية صار في مثلا في ناس ممكن صار عندهم فرص عمل جديدة بسبب هذه الأدوات صار عندهم علاقات جديدة ما كانت ممكن تكون موجودة يعني الشريحة اللي هم موجودين فيها بالعالم الحقيقي ما كانوا ممكن يوصلوا للعلاقات اللي موجودة هلأ يعني العلاقات الاجتماعية لو جيت أنا بدي أبني معك صداقة كان ممكن يكون في حواجز بينه وبينك لعمل الصداقة لكن إذا قبلت صدقتي على الفيسبوك أو على التويتر العالم الفتراضي نعم ممكن يصير في حوار ونقاش بيننا ويتحول إلى حوار على أرض الواقع بالضبط علاقات متينة ممكن نتعاون مع بعض من أجل إنجاح فكرة أنا عندي فكرة زي في عندنا هون مؤتمر اسمه عمان التقني هذا مؤتمر الشهري هذه كانت عبارة عن فكرة بين أشخاص التقوا على التويتر وكونوها وصار في مؤتمر شهري وهاي السنة الثانية له نعم فممكن إنجاح أي فكرة ممكن التعلم وزيادة المعرفة وممكن كمان أثبت وجودي أني أنا إنسان خبير في مجال معين نعم هذه بالنسبة للإيجابية السلبية السلبية وممكن يعني قضاء الوقت الطويل على الشبكات الاجتماعية ممكن مما يسبب الإدمان البعض لا يدرك خطورة ما يقوله نعم على في حوادث صارت بالدول الأجنبية أنه مثلا مذيعة تسيان أن قالت شغلة بعتت تغريدة وهذه تسببت في رفضها من عملها نعم ونفس الشيء ممكن في بعض الدول أنه شخص ممكن يسجن نعم إذا قال شغلة منافية لقوانين البلد والحمد لله ما صار في أي حادث زي هيك موجودة بالأردن عنا في الأردن أو في الدول العربية نعم شكرا لك أستاذ خالد خليني أنتقل لدكتور محمد ناصر حميد وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض المدير التنفيذي لشبكة مأرب بريس ومدير التحرير لموقع مأرب بريس يعني أستاذ أحمد اسمح لي دكتور محمد أن أسأله هذا السؤال أهل أسيئة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الثورة اليمنية من حيث التهويل في الأخبار في أرقام القتلى والجرحة أم اقتصر دور هذه المواقع على نشر البيانات الصادرة عن القائمين على الثورة اليمنية سؤال مهم شكرا جزيلا أخي فضل معارك لكن يعني إذن لي في أن نعمم هذا السؤال فقد تكون الفائدة أولى وأبقى وأحسن فنقول إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن إساءة استخدام هذه المواقع قد يؤدي إلى صعوبة أو إلى خسائر أو إلى نوع من التزييف في أكثر من موقع ربما في الثورة اليمنية في الربيع العربي ربما أيضا حتى في الجوانب الاجتماعية أحيانا نساء الاستخدام فيؤدي إلى وقد وقع كثيرا في الدول الأجنبية أدى إلى سوء علاقة بين أصدقاء وأحيانا إلى يعني ما لاحظته في قراءة من قراءتي أحيانا أدى في النهاية إلى أن بلغ سوء التفاهم بسبب التزييف أمر القتل والعياذ بالله يعني فالقضية أنا معك في ضرورة أن نتحدث عن استغلال هذه المساوة فيما يمكن أن نسميه إضرار بقيمة الثورة إذا تحدثنا عن قيمتها الإنسانية وقيمتها أيضا المواطنية لتصبح بعد ذلك كما يرغب المزيفون تصبح مجرد قتلة تصبح مجرد أناس ينتقمون تصبح مجرد قوم أرادوا أن يكسبوا مصالح وربما كانت تزييف سببا إذن أستاذ أحمد ما مساوء استخدام أو تزييف استخدام هذه المواقع من جهة بشكل عام وفيما يتعلق بالربيع العربي بشكل أكثر خصوصية ثم ندخل إلى ما هو أخص في اليمن بشكل خاص دعني أبدأ من الأخير من اليمن ثم ننتقل إلى الربيع العربي ترتيب تصاعدي نعم لا أخفيك على أن ما جرى في الثورة اليمنية من مواجهات دامية وحروب بين المختلفين والمتناوئين أن أخوى المختلفين نعم هي ذاتها أيضا نشأت حرب افتراضية إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعية وخاصة الفيسبوك الفيسبوك يعني لعب دور كبير وفعال في الثورة اليمنية أكثر مما لعبه تويتر نظرا لأنه حتى الآن يمكن القول على أن تويتر هو موقع النخبة من المثقفين والمتعلمين والذين لديهم الجدية في التعامل بالمعلومات أكثر من الفيسبوك هناك حرب إعلامية إلكترونية تطورت واتسع لهيبها بين الأطراف المختلفة في اليمن ونشأت كما أخبرتك سلفا العديد أو العشرات من الصفحات الإخبارية سواء أن أصبحت صفحات إخبارية أو أن يديرها أفراد لكن مع مرور الأيام أستطيع القول على أن هذه الصفحات استطاعت خلال العام الماضي أن تحدث نوع من الغربلة لدى المتصفحين والمتابعين من كلا الطرفين الصفحات الإخبارية على شبكة الفيسبوك طورت نفسها وأصبحت كل شبكة تسعى إلى إثبات مستقيتها حيث وجدنا أن هناك العديد من هذه الصفحات تمتلك مراسلين تمتلك مصورين فيتم كما أخبرتك توثيق الأخبار بالصور بالفيديو إلى ما غير ذلك في الطرف الآخر وجدنا صفحات تسعى لمحاولة تشويه الحقيقة في الاعتماد على الإشاعة الاعتماد على الأخبار التضليلية الاعتماد على مصادر يعني من هنا هل نجد ذلك في طرف الواحد ولم يجد في الطرفين؟ أنا أريد أن أقول الجمهور والمتصفحين هم الذين حسموا هذا الأمر كيف حسموا هذا الأمر؟ نجد أن بعض الصفحات متابعها من 100 إلى 1000 إلى 1000 إلى 10 ألف لكن هناك الصفحات التي اعتمدت الموضوعية والمهنية والمستاقية بالصورة بالدلائل نجد أن هناك صفحات تجاوزت 60 ألف والمئة ألف ممتابع فهذا هو الدليل الذي جعل الصفحات تمتلك المستاقية عندما لجأت إلى وسائل تقدم الدليل على ما تتحدث عن أو تقولهم على أرض الميدان ولذلك وجدت الأجهزة الأمنية في اليمن خطورة لتنامي ما يجري على صفحات الفيسبوك فأوجدت فرق إعلامية خاصة تجندها هذا ما حصل في اليمن أيضا وفي مصر وفي عديد من البلدان العربية وموجود في كثير من البلدان العربية حتى الآن فرق تديرها أجهزة أمنية من الشباب يعملون على تغيير مسار الأحداث بمعنى إذا نزل حدث معين تأتي الردود من قبل المتصفحين أو المشاركين في محاولة لتغيير التوجيه الرأي العام في اتجاه آخر بمعنى قد يكون الخبر صحيح مدعوما بالصوت والصورة لكن تجد أن هناك العشرات من المتصفحين يشككون في صحة ومصداقية هذا الخبر أو هذه الصورة وهذا يكشف مدى الحرب التي كانت مستعرة بين المواقع نعم بالمواقع حتى المفترعين في مبوعة ثورة وغيرها كيف وسيلة التشويه؟ ما الوسيلة التي يمكن أن يستعملها في التشويه؟ بمعنى هل يحصل منتاج؟ هل يحصل مثلا تدخل في تغيير الصورة حتى يشويه الخبر على الرغم من صحته وسلامته؟ أنواع التشكيك كثيرة منها أدريب لنا مثال أو أكثر بوصفك متخصصة هناك مثلا بعض حوادث القتلى التي تمت لشباب الثورة في اليمن تم استغلال بعض الصور وتم كان ينشر على أن هؤلاء الناس كتلوا بيد الثور أنفسهم يعكس الموضوع الصورة حدثها موضوع ساعده الموسيلة الموقع يستطيع أن يساعده في ذلك؟ طبعا أنت تتنان في على صفحات الفيسبوك يعني ممكن أن تلعب لا رقيب خاصة الصفحات التي لا تعري من يديرها ولا من يملكها ولا شيء فتستطيع أن تكذب حتى ولو كان هناك مئة دليل على أنك كاذب بالفعل لأنه يريد أن الهدف الأول هو عبارة عن محاولة الوصول حتى إلى واحد في المئة من التضليل للرأي العام أو من هذا القبيل فهنا نرجع استخدام السيء للصور موضوع آخر قضية الاستعانة بالفبركات الاستعانة بأخبار وتصريحات وهمية لمسؤولين أو لشهود عيانة على أنهم يتم التكذيب لما حدث أو ما جرى فهناك وسائل كثيرة برعوا في هذا الجانب لكن كما قلت لك الصفحات مع مرور الأيام تغربلت وأصبح المكتنعين بالثورة لهم مصادرهم والناس الذين لا يؤمنون بالثورة ونهجها لديهم صفحات مصادرهم الخاصة فالثورة وصفحاتها تغربلت مع مضي الأيام طيب فيما يتعلق بقضية التجزيف بشكل عام فلنأخذ أنا قد لا أحتاج إلى أن تتحدث عن ما حدث في الدول العربية وفي الربيع العربي الآخر لأن النموذج الذي سردته عن اليمن سيكون نموذجا فالقضية واحدة ومن ثم فإن ثم تتجاهن واتجاهن آخر يصدق عليه ما طرحته أنت لكن فيما يتعلق بقضية سوء الاستخدام بشكل عام وأوسع في قضية ما يعود عليه من أضرار اجتماعية ألا أستطيع أن أقول أن هناك خطر في ذلك أستاذ أحمد شبكات التواصل الاجتماعية هي كالسيف ذو الحدين وممكن أن تستخدم في طريق الخير وممكن أن تستخدم في طريق الشر رغم ما ممكن أن نقوله في ما أحدثته من تغيير فكري وثقافي واجتماعي على الصعيد المحلي والعربي هناك أيضا أخطار كبيرة تهدد الأسرة العربية خاصة لداء الشباب والمراهقين من كل الجنسين الفيسبوك استطاع أن يقرب بين كل بعيد الفيسبوك استطاع أن يربط علاقات مع أطراف حميمية هناك العديد من العلاقات التي تطورت من الواقع الافتراضي إلى الواقع الحقيقي عن طريق الفيسبوك وعن طريق التواصل تتم التواصل أولا عن طريق تعليق أو عن طريق رسالة خاصة أو عن طريق إيميل ثم تنشع علاقات ولذلك نجد أن الغالبية العظمى من مستخدم شبكة الفيسبوك هم من الشباب لا نستطيع أن ننكر أنه رغم ما يجري من استخدامات تنموية فكرية سياسية هناك أيضا يمارس الشباب بعطيشهم وهواهم ومن هذه المترادفات على شبكة التواصل الاجتماعي بهذا الجانب فلها سلبياتها ولها إيجابيتها بشكل نعم شكرا أستاذ أحمد عايد سعيد بهذا الاسم وسعيد بهذا الطرح الذي يطرح أو بهذا الاسم الذي يطرحه هذا الطرح سعيد أيضا أن أعود بالمايكروفون إلى زميلي فضل المعارك في الأردن وإذا أذن لي أن أتجاوز بعض التقاليد الإعلامية فأعده ضيفا على الأقل في الحديث عن الإجابة على السؤال الآتي الذي أنتظر أن أحصل على إجابته من زميلي فضل ومن ضيفنا هناك الأستاذ خالد الأحمد لا تعتقدون أننا في يوم من الأيام سنجد الحديث عن التلفزيون سيكون حديثا عن خبر كان وكذلك الراديو أيضا سيكون الحديث عنها حديثا عن وسيلة الإعلام كانت زمان كما قالوا كان يا ما كان ويصبح المسيطر هو الإعلام الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والهاي فايف إلى آخره أهل يمكن أن أجمح بخيالي فأتذكر أو فأذكر أن جيلنا سيتحدث عن التلفزيون كما كان الناس يتحدثون عن سيرة الظاهر ببرس وعلى بابا وأي حكاية شعبية وينسجوا حولها ما يريد الناس كما ينسجون هل يمكن أن يحصل هذا أستاذ خالد وأستاذ فضل نعم يعني أشكرك دكتور محمد ناصر يعني هناك جزء من الثورات العربية عندما تطلق شعاراتها أثناء المسيرات والاعتصالات تقول علي بابا والأربعين حرامي فبالتالي هذه المصطلحات وهذه الحكايات الشعبية أصبحت توظف في ثوراتنا العربية يعني خيالك زي خيالي واسع أردت أن أختم هذه الحلقة بالقول لكن أنا في إطار الحلقة وسنطرح بعض الأسئلة على الأستاذ خالد لكن طالما أنك تطرقت لهذا الموضوع وأقول بأن وسائل الإعلام التقليدية التلفاز والراديو وأيضا الصحف ومن ثم الإنترنت قد حولت العالم إلى قرية صغيرة وأقول بأن مواقع التواصل الاجتماعي قد حولت هذه القرية الصغيرة إلى بيت صغير وأنا قد أتفق مع ضيفي الأستاذ خالد بأن هناك جزء من الحوار افتراضي طالما أن الشخص الذي جمعتك به علاقة صداقة عبر الفيسبوك أو تويتر هي علاقة لأول مرة لكن لديك العديد من الأصدقاء الذين هم موجودين على أرض الواقع وتتفاعل معهم في الحوارات في بعض الأحيان على الفيسبوك أو تويتر حوارات لها ارتباط بالأحداث التي جرت معك أو جرت معه كأنما تتحدث إليه وجها لوجه هناك سؤال وجه هل لماذا نتحدث عن هذا الحوار بأنه حوار افتراضي أستاذ خالد وهل مواقع التواصل الاجتماعي ستكون بديلا حقيقيا للتلفاز والراديو أنا قلت لك وهذا سؤال قد اتفقنا عليه مسبقا هل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي صار في النظر عن الوسائل الإعلام التقليدية التلفاز والراديو وأيضا الوسائل المقرؤة وأقصد هنا الصحف وليست المواقع الإلكترونية تفضل سيدي يعني الوقت يحكمنا حوالي خمس دقائق تفضلي سيدي بالنسبة للعالم الافتراضي سمي بهذا الاسم لأنه أنك تتحدث وتبني علاقات مع أشخاص لم تلتقيهم بحياتك هذا جزء من المعادلة هذا جزء من المعادلة نعم بس ممكن أنت مثلا شريحة أصدقائك معينة ومحدودة بعوامل كثيرة فمثلا أنت ممكن تلتقي وتتحاور مع مؤلف كتاب أحببته طول عمرك لكن لم تتعرف عليه قبل ذلك بالضبط فهذا هو العالم الافتراضي وأيضا ممكن تتحاور مع شخص مجهول الهوية فهو لا يصرح اسمه وهويته ومكان عمله أو إقامته ولكن عنده مادة ومحتوى قيمة لا تستطيع أن تتجاهله نعم بالنسبة للإعلام التقليدي التلفاز والراديو والجرائد أي إعلام تقليدي لا يتعامل مع الإعلام الجديد ويتزوج بها نعم سينسى فمثلا بالنسبة للتلفزيون التلفاز الآن صار فيه التلفاز الذكي نعم سكايب وأنا بشاهد التلفاز نعم في عندي تويتر وممكن عندي كما أدخل على الفيسبوك نعم وبكونه موصل عن طريق الإنترنت فبصير أتفاعل مع التلفاز وبقرأ بنفس الوقت إيش عم بصير عندي على تويتر نعم فهذا التلفاز نجح بأنه يكون علاقة مع الإعلام الجديد نعم بالنسبة للجرائد نجحوا برضو بهذه المعادلة في عمل مواقع الإلكترونية ومن تالي ربطها مع مواقع تواصل وصار في عندهم كمان شغلة يسموها اللايف تويتنج نعم لما يكون في حدث بنزلوك مقال مفتوح وجاري التحديث نعم وهذه الشغلة الجديدة بسبب اللام الجديد ما كانت موجودة بقية والراديو الراديو لست ما زال ما زال أنا شخصيا ما شفت يعني طالما نستخدم السيارة سنستخدم الراديو كوسيلة سهلة لأنه مواقع التواصل تحتاج إلى الاستخدام اليدين نعم فاليدين ممسوكتين بالستيرينج فبالتالي صعب أنك تستخدمهم في جهاز الكمبيوتر أو في الهاتف الذكي ومعروف مروريا أنه يمنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وشغلة غير هيكة الراديو هلأ موجود قنوات موجودة على الإنترنت فأنا ممكن أسمع اللايف ستريم على الإنترنت بأي بلد العالم نعم سؤالي هل بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقتصرة على الأغنية أم في متناول يد الجميع خلينا نتحدث عن حالة الأردن أول في البداية كانت محصورة في شريحة معينة من المواطنين بسبب الأدوات وبسبب الكلفة وكذا ولكن الآن لأنه صار بمتناول جميع ممكن يحصل على هواتف ذكية والأدوات صارت سهلة المنال فالشريحة هذه كبرت نعم فما صارت بشريحة الأغنية هل صارت شريحة الأغنية والوسط نعم هل الحواجز الاجتماعية ما زالت تشكل عائق أمام استخدام النساء في الوطن العربي لمواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن صفحات وهمية يعني الاسم ليس حقيقيا والصورة ليست حقيقية يعني ممكن النساء يستخدموا هذا الجانب من الاحتيال في عمل حساب على الفيسبوك أو على التواتر نعم هناك بعض الأمور مثل القيود المجتمعية والثقافية الخصصية والأمن الإلماء بالتكنولوجيا إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا معلومات مستوى الثقة في الإعلام الاجتماعي التعليم والمحتوى الملائم بالنسبة للأردن نسبة النساء في الفيسبوك بالأردن هي 42% أقل من النسبة العالمية وهي 54% ولكن أكثر من النسبة العربية وهي 34% مقارنة مع الدول العربية نعم العربية باليمن 20% فقط بالدول العربية 34% وبالأردن 42% مجالات استخدام بعض الأشخاص الذين لديهم مناصب في الأردن لمواقع التواصل الاجتماعية هل هي مجالات بحكم العمل والمنصب؟ نعم تحدثنا عن نموذج وزير الخارجية نعم نعم عضو مجلس الأعيان وعنده كمان شغف كبير بالسياحة بالأردن نعم فمعظم تغريداته وتواصله على الإعلام الاجتماعي في إطار الترويج للأردن سياحية نعم نعم طيب سؤالي الأخير تحدثنا عن الثورة اليمنية ولم نتحدث عن الحراك الذي يشهده الأردن من مسيرات واعتصامات إلى أي حد الشباب استطاع أن يروج لهذا الحراك ولهذه الاعتصامات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سؤال الأخير بأقل من دقيقة الإجابة أستاذ خالد تفضل سيدي الحراك له تواجد على الفيسبوك وعلى التويتر في الأردن نعم وتواجده متواضع مش مش كبير جدا ولكن له تواجد نعم بحكم أن البلد صغير نعم وبالتالي يعني الناس تعرف بعضها أكثر بالظرر وبالتالي عدد السكان مقارنة مع الدول الأخرى هو عدد محدود صحيح دكتور محمد ناصر كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا اللقاء سيدي شكرا جزيلا أخي أحمد عيض هل من كلمة بتي أكلم من دقيقة إذا سمحت يعني بمعنى أننا لم نعد لدينا وقت إذا سمحتك أنا أقول أن هذه شبكات التواصل الاجتماعية ستحدث مع قادم الأيام ثورات قادمة وأنا أعتبرها هي الثورة الفكرية في حياة الشباب ثورة التنمية وإلى ما ذلك من هذا القبيل الأيام القادمة ستشهد إن شاء الله يعني وعي أكثر بما سيجري لخدمة البلدان العربية وتصحيح مسار الثورات العربية وأن يصبح موضوع الحكم السياسة أمر لا بد أن يتساير مع رغبة الشعوب شكرا جزيلا إذن بهذا يكون قد انتهى اللقاء وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن نشير إلى أننا بحق في أمس الحاجة إلى أن نهني الإخوة الزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان على اختيار هذا العنوان وعلى دقة اختياره إذ إنه من المواضع التي لا بد من التركيز عليها في المنطقة الزمنية التي نعيشها وعليه فإنا نشكر شكرا جزيلا إخواننا في الأردن على أن أتحولنا فرصة الحوار معهم ومع ضيوفنا في الأستوديوهين حول هذا الموضوع بقي لي إذا أذن لي أخي وزميلي الأستاذ فضل معارك أن أعبر عن صادق سعادتي وجديل تقديري لمثل هذا الحوار الجميل دعوني باسمكم أرحب أو أحيي ضيفي العزيزين ضيفين العزيزين أن أرحب بضيفنا هنا الأستاذ أحمد عايد وهو المدير التنفيذي لشركة مارب بريس وأيضا مسؤول أو مدير موقع مارب بريس الإخباري أشكره على أن كان معنا وأتمنى أن تتعدد لقاءاتنا مع إذاعة عربية أخرى ومع الأردن بشكل خاص حولها مثل هذه المواضيع أخي أحمد شكرا جزيلا لك شكرا لكم جزيلا دكتور محمد ناصر حميد الذي أعرفه من خلال الأثير من خلال هذا الحوار الحقيقي وليس الافتراضي وأتمنى أن أراك قريبا إما في صنعاء أو في العاصمة عمان شكرا لك ولضيفك الأستاذ الصحفي أحمد عايد وأشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن الأستاذ خالد الأحمد الذي شغل أو عمل في عدة مواقع حكومية وخاصة ومنها مدير الإعلام الإلكتروني سابقا في رئاسة الوزراء وكل الشكر لزملائي أحمد مسلم الحميد وبهاء الطراني في التنفيذ الهندسي المباشر وللزميلة وداد أتل مسؤولة التبادلات البرامجية شكرا دكتور محمد ناصر من إذاعة اليمن هذه تحية وإلى اللقاء لقاءات عربية الإشراف والتنفيذ وداد الثل إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد الإذاعة العربية تقدم لقاءات عربية الإشراف والتنفيذ وداد الثل سيدتي وسادتي مساء الخير في حلقة اليوم من برنامج لقاءات عربية والذي يبث عبر نظام مينوس آسبو سنناقش قضية مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي الفيسبوك تويتر اليوتيوب وأيضا ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية أو ما يسمى بالإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد الحديث وأثر ذلك على مجتمعاتنا العربية سنتحدث عن النموذج الأردني والنموذج اليمني ونستضيف هنا في استيديوهات الإذاعة الأردنية أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن والذي عمل في عدة مواقع حكومية وخاصة ومن ضمنها مدير الإعلام الإلكتروني سابقا في رئاسة الوزراء وهو السيد خالد الأحمد ومن إذاعة اليمن أرحب بزميلي الدكتور محمد ناصر حميد وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض المدير التنفيذي لشبكة مأرب إبريس ومدير التحرير لموقع مأرب إبريس أرحب بضيفي هنا في استيديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ خالد الأحمد مساء الخير يا سيدي مساء النور وأرحب بزميلي الدكتور محمد ناصر حميد من إذاعة اليمن وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض دكتور محمد مساء الخير مساء النور أهلا بك اسمح لي دكتور محمد أن أبدأ مع ضيفي الأستاذ خالد الأحمد وهو أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن لنعرف الإعلام الاجتماعي ما هو مفهوم الإعلام الاجتماعي هذا الإعلام الجديد على مجتمعاتنا العربية والذي أصبح متداولا قبل الثورات العربية أو قبل الربيع العربي وازداد الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر الربيع العربي وأيضا الثورات العربية سيد خالد كيف تعرف الإعلام الاجتماعي من وجهة نظرك وخبراتك في مجال الإعلام الاجتماعي الإعلام الاجتماعي هو عبارة عن تواصل مع بعض الأفراد في العالم الافتراضي عبر موقع شبكات الاجتماعية المختلفة حسب مجموعة اهتمامات أو شبكات انتماء خاصة لكل شخص وهنا في قوانين جديدة إحداهما أن المستخدم هنا هو المنتج للمحتوى نعم هل نستطيع أن نقول بأن هناك مراحل لتطور الإعلام الاجتماعي في الوطن العربي كيف كان شكل الإعلام الاجتماعي في البداية وكيف تطور وأصبح الآن وكيف هو مستقبل الإعلام الاجتماعي أيضا بالنسبة للأردن بدأت شبكات الإعلام الاجتماعي في المنتديات وثم تطورت إلى المدونات ومن ثم صار في شركات وأسماء جديدة مثل فيسبوك واليوتيوب والهاي فايف والتويتر وهلأ فيه كمان البنينترست وبالأردن تقريبا هي عبارة عن عدد مستخدمي الفيسبوك فوق الـ 2 مليون 2 مليون 190 ألف 880 و77% من عدد مستخدمي الفيسبوك بالأردن هم تحت سن الـ 35 فإذن معظمهم من الشباب وبالنسبة للمستقبل عم نلاحظ أنه كل الشبكات الاجتماعية عم تنتقل إلى الهواتف الذكية فحيصير الاتصال مش من الكمبيوتر ولكن حيصير عن طريق الهواتف الذكية في المستقبل القريب إن شاء الله نعم يعني بمعنى آخر مصانع الهواتف الذكية سخرت منتوجاتها من هذه الهواتف لصالح هذه الثورة التكنولوجية نعم كل شبكات الاجتماعية في الوقت الحالي والمستقبل القريب لازم يكون عندها تواصل وزم تحكي عن طريق الهواتف الذكية نعم فالسبب اكتشف أنه سبب من أسباب النجاح أنه يكون متوفر لكل الأشخاص الدخول إلى هذه الشبكات عن طريق الهواتف الذكية وحتى كمان لاحظنا في الثورات العربية أنه مثلا موقع تويتر سمح لجميع المواطنين في بعض البلدان للدخول إلى تويتر إذا كان تويتر غير متاح في هذه الدولة عن طريق الهواتف الغير ذكية نعم عن طريق الاس ام اس متاح لهم الخدمة هذه في بعض الدول نعم تحدثت عن عدد مستخدمي المواقع التواصل الاجتماعي وتحديدنا الفيسبوك 2 مليون و190 ألف شخص في الأردن نعم قديش عدد مستخدمي الهواتف الذكية للوصول إلى هذه المواقع هل العدد محدود يعني لسا في البدايات أم في هناك تطور لاستخدام الهواتف الذكية الهواتف الذكية أول ما انتجت كانت سعرها غالي نعم وغير متاحة للكل بحسب الماديات ولكن الآن عم بنتج هواتف ذكية بسعر رخيص وسعر أرخص من قبل تتناسب مع دخول المواطنين نعم فصارت هلأ شريحة الناس اللي ممكن يمتلكوا هذه الهواتف الذكية أكبر بكثير مما أول نعم فصار هلأ يعني أنه معظم الناس يعني معظم الناس اللي داخلين عن الشبكات الاجتماعية لا تنحصر بشريحة معينة كما في السابق ولكن شريحة الآن عم تكبر أكثر وأكثر يعني قبل ما ننتقل إخوانا في إذاعة اليمن ونسأل الإعلاميين والصحفيين في اليمن كيف ينظرون إلى الإعلام الاجتماعي وهل مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور في الربيع العربي وأيضا في الثورة اليمنية في اليمن الشقيق سؤال اللي ممكن يعني نطرحه وقد يشكل مفاجأ أيضا لإخوان اليمنيين قديش عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن هل تطور هذا الرقم وازداد بعد اندلاع الثورة اليمنية أم ظل محافظ على يعني المستوى تبعه قديش عدد مستخدمين الذكور بالنسبة للإناث لمواقع التواصل الاجتماعي في اليمن تفضل أستاذ خالد بالنسبة لليمن عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن في الشهر الحالي 526.280 ولكن هذه كانت نقلة نوعية وقصة كبيرة بحيث أنه بشهر أيلول السابق شهر سبتمبر كان عددهم صارت في زيادة وهي 257.900 و84% من العدد هذا تحت سن 35 نسبة الإناث فقط 20% وكمان عدد مستخدمي التويتر هذه معلومات جديدة في الشهر الحالي يعني في شهر تقريبا مارس 2012 في اليمن عبارة عن 5113 نشط نعم وبتعريف كلمة نشط هنا على التويتر هو أي شخص يغرد نعم على الأقل مرة بالشهر طيب مرة ثاني نعيد الإحصائية 526.280 شخص عدد مستخدمي الفيسبوك في اليمن تطور وازداد هذا الرقم بعد شهر 9 العام الماضي يعني زاد تقريبا كيف صار بالضبط الرقم الآن 526 526.000 الزيادة من الشهر 9 إلى شهر 5 هي 257.900 جميل 84 نسبة مستخدمي الفيسبوك تحت سن 35 نعم نسبة الإناث المستخدمات لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الفيسبوك 20% عدد مستخدمي تويتر حوالي 5000 شخص أو مغرد أو نشط على موقع تويتر دكتور محمد ناصر سؤال لضيفك في استوديوهات إذاعة اليمن كيف ينظر الإعلاميين والصحفيين في اليمن لإعلام الاجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر اليوتيوب هل هذه المواقع كان لها دور في الثورة اليمنية تفضل دكتور محمد شكرا جزيلا الأخي فضل المعارك الحقيقة يعني من الواضح تماما أن ضيفنا هناك في الأردن الأستاذ خالد الأحمد قد تكفل بالجانب الفني إلى حد كبير أخي أحمد كما لاحظت وحاول أن يسير معنا في قضية الإحصاء يسير معنا في أيضا ما يمكن أن يسمى علاقة التليفونات الذكية بهذه المواقع ما يمكن أن يسمى أيضا طريقة الاستعمال إلى آخره ثم بعد ذلك أعتنا واهتم بأن يخبرنا عن إحصائيات المستعملين لهذه المواقع في بلادنا في اليمن كما فعل ذلك أيضا في الحديث عن أخواننا هناك في الأردن أولا أستاذ أحمد عايض بوصفك مهتما بهذا الأمر لا بل على العكس مسؤول عن موقع مهم جدا في عندنا وهما ريبريس وعن الشركة نفسها من الناحية الفنية قبل أن أدخل إلى سؤال الأستاذ الدكتور فضل وهو مهم الأستاذ أخي العزيز الزميل فضل وهو سؤال مهم جدا قبل أن أصل إلى هذا السؤال هل لأن أعرف إلى أي مدى إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن إقبال الناس على الإطلالة أو على الإفادة من هذه المواقع كان مرتبطا كثيرا بقضية هموم المواطن أكثر من ارتباطه بالقضايا التثقيفية أو المعلوماتية بمعنى هل كان المستعمل يستخدم أو يتتبع هذه المواقع ليريد وصول إلى معلومة أو أنه كان يريد أن يتابع ليسهم ويشترك في صنع بنية الرأي أين موقعه إلى جانب إذا كان لك أي تعليقات في الجانب الفني فضل استاذ أحمد شكرا لكم ولكل مستمعينا في أرجاء الوطن العربي حقيقة نستطيع القول أن موضوع الإعلام الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي لعبت خلال السنوات الأربع الماضية في اليمن ثورة هائلة في صفوف الشباب والشابات بشكل عام خاصة المتعلمين وخاصة المتواجدين في المدن المواقع التواصل الاجتماعي استطاعت خلال الفترة الماضية أن توجد علاقة حميمية في وسط كبير من قبل الشباب برغم اختلاف مناطقهم وانتماءاتهم وأفكارهم لكن استطاعوا عبر هذه الشبكة الافتراضية إيجاد علاقات تعاونية وأخوية وتبادل المعلومات وتبادل للصور وإلى ما غيرها هناك إقبال شديد الآن يعني على التسجيل والدخول إلى هذه الشبكات التواصل الاجتماعية وأظن أن مائتين وسبعين ألف مسجل خلال الشهر المنصرم يكشف عن مدى الهوس الموجود لدى الشباب خاصة في سن العشرينات من العمر من كلا الجنسين يعني يمكن نضيف هذه الاستاذ أحمد نضيفها إلى الخمسمية والستة والعشرين نعم نعم هذه الأخر ستصبح إضافة يعني لأنك قلت المائتين وسبعين في هذا الشهر الماضي تقريبا نعم فهناك إقبال كبير من قبل الشباب رغم كل ما نستطيع أن نضفي من استخدامات رصينة على هذا الشيء نقول يمكن القول أن هناك رغبة لدى الشباب أن يكون جميعهم مسجلون أو مشتركين على الفيسبوك أو على تويتر أو يكون لهم الحساب الخاصة على اليوتيوب أو غيرها من هذه المواقع ولذلك عندما جاءت الثورة اليمنية في اليمن ويمكن أن ولجنا إلى صلب الحديث عن دور هذه المواقع في الثورة اليمنية أو في الربيع العربي بشكل عام نستطيع وكوني أحد المراقبين لاندلاع الثورة اليمنية أن شبكات التواصل الاجتماعي خاصة شبكة الفيسبوك والتويتر لعبت دورا هاما في تدفق المعلومات على مستوى الساحة اليمنية وفي على كل المدن اليمنية فأصبح الشباب الذين يخرجون في المظاهرات أو المسيرات أو المعتصمين في أي مكان بتلفوناتهم الذكية أو حتى الاعتيادية يعملون على الرصد وتوثيق كل ما يجري فربما أن بعض الشباب أو الشابات الاعتياديين إذا ليس لهم ثقل استطاعوا أن يكتسبوا الاهتمام والمتابعة من كثير من المتابعين على صفحاتهم لأنهم كانوا يقومون بإنزال تلك الصور وتلك المعلومات وتلك المقاطع الفيديو على صفحاتهم مما جعل على أن حتى المواقع الإعلام الرسمية كصحف وسائل الإعلام مختلفة أن تهتم بالتعامل مع هؤلاء المدونين الذين بدورهم استطاع العديد منهم أن ينظموا صفوفهم خاصة الناشطين من هؤلاء الشباب وأن يتم افتتاح صفحات إخبارية مهتمة بالثورة اليمنية ولذلك نجد أن أكثر من 40 إلى 50 صفحة تقريبا إخبارية موجودة على الفيسبوك في اليمن منها ما هو ناشط ومنهم من يقوم بتنشيطها على شكل فردي وهناك من يتم بتنشيطها على شكل الجماعي فعموما الإعلام الإلكتروني والإعلام التواصل الاجتماعي لعبت قفزة هامة في تغيير الرؤى والقناعات لدى العديد من الناس وخاصة شباب الربيع العربي فيما يتعلق بهذه النقطة أستاذ أحمد عايد وأنت كما أشرت من خلال موقعك بوصفك مراكبا وبوصفك أيضا نشطا في هذا المجال أي في مجال البث الإخباري الذي يتصل بقضية تبادل المعلومات لعل أهم ما يمكن أن نقوله عنها هو مقتصر أحيانا في تبادل المعلومات تتصلة بالربيع العربي نظرا لأن الناس مسكونون ومشغولون بمتابعته هل تعتقد أن مثل هذا العمل أو أن هذه القضايا التي تتصل بهذا الموضوع كانت تمثل الحجر الزاوية كما قال بعضهم في انطلاق هذا الربيع أو أنها كانت مساعدة لا أكثر لا أقل لا نستطيع أنها في اليمن أو غيرها من البلدان العربية لأنني أقرأ مثلا سيدي الكريم أقرأ مثلا أنه يقول لك ثورة الفيسبوك ثورة التويتر يعني بمعنى أن الثورة نسبت إلى الموقع ولم تنسب حتى إلى مستعمل الموقع ربما من قبيل المجاز لا يهمنا في الأمر هذا كثيرا لكن من يستعمل مثل هذه الألفاظ كأنه يريد أن يقول أنه لو لا هذه المواقع ما كانت الثورة أو على الأكل ما كانت تداعي إليها نعم نعم لكننا لا نستطيع أن ننسب كل ما جرى في الربيع العربي يعني إلى مثل هذه الوسائل هي كانت أداة من أدوات التواصل الحي والمباشر في التجمع وإرسال المعلومات والتواصل يعني الآن فهي إحدى العوامل الرئيسية التي ساعدت يعني على سرعة واشتعال الربيع العربي في المدن وفي العواصم الدول العربية إلى غير ذلك القضية وما فيها على أن هذه التواصل خلقت لدى كثير من الناشطين والفاعلين الذين لديهم مستعداد على التغيير والذين كانوا هم أنفسهم من يبثون البيانات والأصور أو المقاطع الفيديو أو يتم إرسال دعوات جماعية هم من كانوا يحشدون الحشد ليكونوا هم أول من يتصدرون الصفوف أو من يقومون ببدء التحركات الميدانية لا نستطيع أن القول أن كل من شاركوا في مظاهرات أو مسيرات الربيع العربي أنهم كلهم مسجلين على شبكة التواصل الاجتماعي لكن نقول أن هؤلاء هم الرواد خاصة في الشباب المتعلم والمستنير الذين أرادوا أن يذكوا شرارة التغيير في الشارع العربي استعانوا بمثل هذه الوسائل التغيير الإعلامية فكانت هي أحد الوسائل المعبرة لهم والمنفسة لبث أفكارهم وتوجهاتهم يوم أن غاب الإعلام الرسمي والإعلام الأهلي والإعلام الحزبي عن ما يصبون إليه فجاءت هذه النافذة تعبر عن طموحاتهم لكن ربما قال لك شخص هذا الكلام الذي تقوله على حقيقته يمكن أن يرى فيه رأي فرعي وهو أن هؤلاء الذين اشتركوا وتنادوا إلى مثل هذه الثورات والمظاهرات إنما كان بسبب هذه المواقع الإعلامية الاجتماعية بدليل أنه ما رشح مثلا عادل المدون المصري لعلي إذا لم أذكر لنسى اسمه عادل أو غنيم إلى آخره ليس مهما مع تداري له إذا مسيت اسمها لكن أقصد أقول قالوا لولا أن الأمر كذلك ما رشح مثلا لجائزة نوبل للسلام لأن ما أحدثه من ثورة ودعوة هو دليل على أن تدوينه كان سببا إذن سيقول لك إن القضية تتصل بأن هؤلاء الذين ليس لهم مواقع وجاءوا إلى المظاهرات إنما بسبب أنه قد نقل إليهم عن طريق صاحب الموقع الذي استقبل من موقع آخر نقل إلى من ليس له مواقع وعندئذن فإن المصدر ستكون المواقع هل لك رأي في مثل هذا التعميم إذا جاز أن أقول إنه تعميم؟ يمكن القول أن وائل غنيم يعني في مصر وائل غنيم إذا سأل شكرا أشكرك شكرا جزيلا نعم في مصر بحكم أن عدد المستخدمين للإنترنت يعني بحكمة الكثافة السكانية الهائلة في المجتمع المصري تكون له خصوصيته بخلاف ما كان في تونس أو في اليمن أو في سوريا نظرا للاستخدام المحدود للإنترنت يمكن أن يقول أن يمكن القول على أن ما جرى لترشيح غنيم لهذه الجائزة هو يأتي في سياق التكريم للناس المبدعين الذين استطاعوا أن يستغلوا مثل هذه الشبكات في وسائل التغيير نحو الأفضل وليس لذلك الجيل الذي حول هذه الوسائل لنوع من أنواع الترفيه أو البحث عن الترفيه الشخصي أو المحاولة التشويه الآخرين أو من الاستخدامات الأخرى ارتقى بها يعني نعم ارتقى بها إلى وسيلة تغييرية واستطاع أن يوصل كلمته إلى المجتمع المصري وإلى المجتمع العربي بشكل عام شكرا أعود بالميكروفون إلى زميلي فضل معارك في استوديوهاتنا هناك بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان وأرجو أن أرفق مع الميكروفون سؤالا أستأذن زميلي فضل في أن يطرحه على ضيفنا هناك الأستاذ خالد الأحمد فيما يتعلق بقضية دور الحوار بين مستعمل هذه المواقع غالبا ما كنا نسمع أن الحوار ينتهي أحيانا بالوصول إلى اتفاق بين المتحاورين بل ربما قلنا أنه مؤتمر كتب به بيان وصيغ به اتفاق إلى آخره ولا بيلتقي الإخوان إلا عن طريق هذه المواقع هل أستطيع أن أقول أننا في المستقبل سنجد أنفسنا على ثقة بأن الحوار على هذه المواقع يمكن أن ينتج ثقافة معولمة إذا جاز التعبير أو عولمة ثقافية عندئذ يخشى من سلبياتها وينتفع من إيجابياتها الميكروفون لديك أخي فضل شكرا دكتور محمد يعني ثقافة الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي هل يعني كما ذكر الدكتور محمد ناصر نصل فيها إلى نتيجة على عكس الحوار الشخصي المواجه ما بين شخصين وجها لوجه إلى أي مدى المعلومات المتداولة على هذه المواقع في ظل هذا الحوار هي معلومات ذات ثقة ومصداقية بالنسبة للمتحاورين هل يؤخذ بها هل الآن يؤخذ بها أم متوقع في المستقبل أن يتم الأخذ بها لاحقا أستاذ خالد فضل شكرا على السؤال أعتقد الحوار على الشبكات الاجتماعية هو في طريقه إلى النمو نعم مثلا بالنسبة للحوار الصحفي طريقة تناقله على الشبكات الاجتماعية فيه البعض لا يعطيها المصداقية المطلوبة لأنه ما بيكون موجود المصدر للخبر هذا بس لاحظنا أنه في بعض الأخبار العالمية نشرت على الشبكات الاجتماعية قبل أن تنشر على الإعلام التقليدي ولكن لم يأخذ بها ولم يعطيها مصداقيتها لأنه ما كان فيه إلها مصدر وما كانت ناتجة من الشخص الموثوق أو اللي عنده مصداقية عالية فمثلا فيه خبر طلع على تويتر مثلا أنه الفنانة ويتني هيوستن قتلت أو ماتت لأنه أمي تشتغل عندها فهذا الخبر ما عنده مصداقية كبيرة لأنه شخص بيحكي لك نقل الخبر هذا وما فيه طريقة أنه يكون له مرجعية ونشوف مصداقية الخبر بس ولكنه ثبت أنه الخبر صحيح وهذا بالنسبة للأخبار الصحفية فإحنا فيه طريقنا النمو طريقة الحوار هي عبارة تنمو تنمو والإتيكيت لنقل الخبر عم متعلمه وفي المستقبل القريب حيكون له مصداقية وحنأخذ فيه بالنسبة للحوار أنا رحصت أنه الحوار على الشبكات الاجتماعية غير ناضج فبصير حوار وبصير زحام وبصير صدام بين الاثنين بأراء مختلفة ولكن أنا شفت حوار على الشبكات الاجتماعية بين الشخصين معينين وبعد ما يومين الاثنين الشخصين هدولوا قابلوا بعض ونفس الحوار أنتج مرة ثانية بس بالحقيقة مش بالعالم الافتراضي كان الحوار بالحقيقة مدني أكثر من الحوار بالعالم الافتراضي أقل حدة أقل حدة ولكن لما رجعوا إلى العالم الافتراضي وكملوا الحوار صار الحوار مدني أكثر من العالم الحقيقي فالحوار بالعالم الافتراضي حاد فلازم يكون له شوية قاعدة نعم أنه ممكن يبدأ بالعالم الافتراضي بس ما يظلوا موجود هناك ممكن أنه ينتقل إلى العالم الحقيقي وأول ما يعرفوا بعض وشوفوا أنه فيه إنسان خلف هذا الاسم على التويتر أو على الفيسبوك بصير بيعطيه شوية مصداقية أكثر وبصير بيعطيه شوية احترام أكثر نعم ولما يرجع إلى العالم الافتراضي بيكون هو قابله فبتكون الحدة اختلفت كتير وبكون سفل ومدني أكثر هل الربيع العربي عمل على إشهار المواقع مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى آخر برزها على السطح أكثر مما كان قبل الربيع العربي نعم لأنه أنا موجود على التويتر من 2009 وكل ما بصير حدث كبير سياسي زي الربيع العربي بدولة معينة بتيجي أفواج وأفواج من الناس إلى تويتر نعم يعني أول إشي مثلا الناس بحكي لك إن إحنا شو بدنا فيه موجود عندنا الفيسبوك مو شايفين له فائدة ولكن بيكتشفوا إنه كل ما بصير حدث سياسي في بلدهم أو بلد مجاورة بدخلوا أفواج كبيرة على الشبكات الاجتماعية هذه نعم هل أسي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الربيع العربي من حيث التهويل في أرقام القتلى والجرحة بحيث نستثير عواطف الناس باتجاه الثورة يعني استثارة إيجابية لدعم الثورة وأيضا يعني الخروج للتظاهر والاعتصامات والحراكات هو هذا عبارة عن يعني الشبكات الاجتماعية هي عبارة عن أدوات نعم في بعض البعض يحسن استعمالها وبعض يصيء استعمالها نعم هل أسيء استخدامها؟ ألا ما في أنا ما عندي مثلا أي تقرير واضح رسمي أنه تم إساءات بس مثلا من تجاربي أنا نعم بشكل عادي إنسى بشكل سياسي بشكل عادي ممكن يصيء استخدامها نعم وممكن برضو أن تكون شغلة إيجابية لشخص أو لشركة معايدة يعني هذا السؤال سيوجه لاحقا لضيف إذاعة اليمن الصحفي أحمد عايد يعني هل أسيء فعلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الربيع العربي أو في الثورة اليمنية من حيث التهويل في أرقام القتلى والجرحى بهدف استثارة وجذب أكبر عدد من المتضامنين مع الثورة اليمنية نريد أن نعود إلى إحصائيات وبهمنا كمان نعرف الناس أكثر فيما يتعلق بموقع الأردن واليمن بالنسبة للدول العربية المجاورة دول منطقة الشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا والمغرب العربي أين هو موقع الأردن بالنسبة لعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وكذلك الحال بالنسبة لليمن لدينا دراسات وإحصائيات متناثرة في بعض الأحيان لكن نريد أن نصل إلى رقم تقريبي في هذا الوقت بالنسبة للأردن من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك الأردن تحتل المرتبة السابعة ومن حيث نسبة عدد مستخدمي الفيسبوك من تعداد السكاني الأردن تأتي رقم اثنان نعم إثنيا بعد الإمارات بعد الإمارات نعم والمرتبة السابعة بالنسبة لعدد الدول مين قبلها عندك مصر سعودية المغرب الجزائر الإمارات وتونس نعم هلأ بالنسبة لليمن رقم 15 من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك نعم بس بالنسبة للعدد الثاني ما عندي نعم يعني هي المرتبة الخمسطاش بشكل عام بالنسبة للدول المستخدمة من الفيسبوك نعم لكن من حيث عدد السكان يبدو أنه نحن بحاجة إلى دراسة أو إحصائية تتعلق باليمن الشقيق ما هي طبيعة أو مجالات استخدام المواطن الأردني لمواقع التواصل الاجتماعي وسنتحدث لاحقا عن موضوع الملكية الفكرية والقرصنة والتزوير ولدينا حادثة قريبة أنه تم عمل حساب لرئيس الوزراء الحالي على الفيسبوك دون أن يعلم وبالتالي هو نفاه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية لكن كثير من الناس حصلوا على صداقة من خلال هذا الموقع ولكن اكتشفوا لاحقا بعد تصريح رئيس الوزراء الحالي بأن الموقع أو صفحته على الفيسبوك ليست له ما هي المجالات التي يركز عليها المواطن العادي عند استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي؟ ممكن للتواصل مع أشخاص بنفس الاهتمامات والتعرف عليهم ممكن التواصل مع الشركات البحث عن فرص عمل البحث عن مستثمرين إذا عندهم فكرة ريادية مثلا ممكن معرفة الأخبار المحلية والعالمية قبل أن تنزل بأي مكان آخر خاصة على تويتر والتواصل مع أشخاص دون نفوذ اللي هم بالعالم الحقيقي ما كان ممكن يوصلوا لهم بس بالعالم الافتراضي ممكن يوصلوا لهم يعني ممكن تكون عبارة عن تغريدة ويرد عليك وزير خارجية فالعلاقة هاي بالعالم الافتراضي غير موجودة بالعالم الحقيقي نعم لدينا نموذج هناك حساب لوزير الخارجية نعم على تويتر نعم حدثنا عن هذه التجربة الافتراضية وزير خارجية معالي ناصر جودة ناصر جودة موجود على تويتر يعني بشكل مكثف وتفاعل على شكل شخصي وشكل حكومي وشكل إعلامي نعم عنده أصدقاء من المزرعة الخارجية بالدول العربية مجارة زي البحرين والإمارات نعم وكمان يعني ممكن في بعض الأمور إذا كان في خبر موجود في الصحف عن شخصه ممكن هو تسأله شخصيا وممكن يجاوبك أنه الخبر هذا صح أم الخبر هذا خاطئ أو توضيح للخبر أو توضيح أو إيش هو رأيه بالموضوع بالسياسات الخارجية للأردن نعم هو ممكن أنت مثلا تسأله مباشرة بدون أن تروح وتدعو إلى سبق صحفي أو أي شغلة عن طريق التويتر ممكن هو يجاوبك وبالتالي بعض المواقع الإلكترونية تلتقط ما يقوله على حسابه على التويتر وبالتالي يبث على شكل خبر يعني يستصبح المادة بالضبط المغرد بها على التويتر هي مادة خبرية بالنسبة للمواقع الإلكترونية يمكن أن يتناول نعم وأنا صوت معه لقائين على التويتر في سنة 2011 و سنة 2010 لقاء كان مفتوح لأي شخص بدي سأله سؤال استعملنا وسم معين هاشتاغ معين و كان أي شخص أخذنا أسئلة من كل المواطنين الأردنيين بالأردن و خارج الأردن نعم لكن كما ذكر زميلة دكتور محمد ناصر أن مواقع التواصل الاجتماعي تفوقت على الإعلام التقليدي وبالتالي أي شيء ممكن أن يغرده أي وزير في الحكومة لا يعتبر خبر رسميا إذا لم يأتي عن طريق الوكالة الأنباء الرسمية أو المندوب الخاص بالصحيفة الموجود في وزارة ما لا أنا ممكن أخذ خبر رسمي إذا طلع من تغريدة من مسؤول حكومي نعم فأنا ممكن أصدق الخبر هذا لكن تصدقه على الموقع الإلكتروني وليس على الصحيفة التقليدية أو الإعلام التقليدي ممكن على التغريدة أخذ من التغريدة وأصدقه هنا بحصل مرات أنه مثلا ممكن يكون الحساب المسؤول الحكومي تم قرصنته فبيطلع أخبار خاطئة ممكن وصارت حادث عادثين بدول أجنبية فبيطلع توضيح بطلع توضيح أنه تم قرصنة حسابي وهذه الأخبار ليس مني نعم طيب مسألة القرصنة والتزوير ما في هناك قدرة تكنولوجية بحيث الحد منها كيف القرصنة قصدك عن قرصنة الحساب نعم هو نعم يعني فيه أو إنشاء صفحة على الفيسبوك لشخص لم يقم بإنشاء هذا الحساب نعم موجود بالتويتر وبالفيسبوك مثلا بالتويتر كل مسؤول حكومي منتخب ممكن يتواصل مع شركة تويتر ويعطوه وسم على البروفايل تابعه إنه هذا الأكاونت مثبت وهم بيحكوا إنه الشخص وراء الاسم هذا هو الشخص الحقيقي فهذه بتحد من القرصنة وبتحكي للناس إنه أنا هو الشخص الحقيقي خلف هذا الاسم طيب هل نستطيع أن أقول بأنه وهو سؤال أخير حتى أنتقل لزميل الدكتور محمد ناصر هل حسنت مجالات استخدام الإعلام الاجتماعي من حياة المواطن الأردني أم كان لها إنعكاسات سلبية فيه إيجابية وفيه سلبية أكيد نعم يعني ممكن إيجابية صار فيه مثلا فيه ناس ممكن صار عندهم فرص عمل جديدة بسبب هذه الأدوات صار عندهم علاقات جديدة ما كانت ممكن تكون موجودة يعني الشريحة اللي هم موجودين فيها بالعالم الحقيقي نعم ما كانوا ممكن يوصلوا للعلاقات اللي موجودة هلأ يعني العلاقات الاجتماعية لو جيت أنا بدي أبني معك صداقة كان ممكن يكون في حواجز بينه بينك لعمل الصداقة لكن إذا قبلت صدقتي على الفيسبوك أو على التويتر العالم الفتراضي نعم ممكن يصير فيه حوار ونقاش بيننا ويتحول إلى حوار على أرض الواقع نعم بالضبط علاقات متينة ممكن نتعاون مع بعض من أجل إنجاح فكرة نعم أنا عندي فكرة زي فيه عندنا هون مؤتمر اسمه عمان التقني نعم هذا مؤتمر الشهري هذه كانت عبارة عن فكرة بين أشخاص التقوا على التويتر وكونوها وصار فيه مؤتمر شهري وهاي السنة الثانية له نعم فممكن إنجاح أي فكرة ممكن التعلم وزيادة المعرفة وممكن كمان أثبت وجودي أني أنا إنسان خبير في مجال معين نعم نعم هذا بالنسبة للإيجابية السلبية السلبية وممكن يعني قضاء الوقت الطويل على الشبكات الاجتماعية ممكن مما يسبب الإدمان البعض لا يدرك خطورة ما يقوله نعم على في حوادث صارت بالدول الأجنبية إنه مثلا مذيعة تسيان أن قالت شغلة بعتت تغريدة وهذه تسببت في رفضها من عملها نعم ونفس الشيء ممكن في بعض الدول إنه شخص ممكن يسجن نعم إذا قال شغلة منافية لقوانين البلد والحمد لله ما صار في أي حادث زي هيك موجودة بالأردن عنا في الأردن أو في الدول العربي نعم شكرا لك أستاذ خالد خلينا أنتقل لدكتور محمد ناصر حميد وضيفه الأستاذ الصحفي أحمد عيض المدير التنفيذي لشبكة مأرب بريس ومدير التحرير لموقع مأرب بريس يعني أستاذ أحمد اسمح لي دكتور محمد أن أسأله هذا السؤال أهل أوسيئة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الثورة اليمنية من حيث التهويل في الأخبار في أرقام القتلى والجرحة أم اقتصر دور هذه المواقع على نشر البيانات الصادرة عن القائمين على الثورة اليمنية سؤال مهم شكرا جزيلا أخي فضل معارك لكن يعني ذا لي في أن نعمم هذا السؤال فقد تكون الفائدة أولى وأبقى وأحسن فنقول إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن إساءة استخدام هذه المواقع قد يؤدي إلى صعوبة أو إلى خسائر أو إلى نوع من التزييف في أكثر من موقع ربما في الثورة اليمنية في الربيع العربي ربما أيضا حتى في الجوانب الاجتماعية أحيانا نساء الاستخدام فيؤدي إلى وقد وقع كثيرا في الدول الأجنبية أدى إلى سوء علاقة بين أصدقاء وأحيانا إلى يعني ما لاحظته في قراءة من قراءتي أحيانا أدى في النهاية إلى أن بلغ سوء التفاهم بسبب التزييف أمر القتل والعياذ بالله يعني فالقضية أنا معك في ضرورة أن نتحدث عن استغلال هذه المساوة فيما يمكن أن نسميه إضرار بقيمة الثورة إذا تحدثنا عن قيمتها الإنسانية وقيمتها أيضا المواطنية لتصبح بعد ذلك كما يرغب المزيفون تصبح مجرد قتلة تصبح مجرد أناس ينتقمون تصبح مجرد قوم أرادوا أن يكسبوا مصالح وربما كانت تزييف سببا إذن أستاذ أحمد ما مساوء استخدام أو تزييف استخدام هذه المواقع من جهة بشكل عام وفيما يتعلق بالربيع العربي بشكل أكثر خصوصية ثم ندخل إلى ما هو أخص في اليمن بشكل خاص دعني أبدأ من الأخير من اليمن ثم ننتقل إلى الربيع العربي بترتيب تصاعد يعني نعم لا أخفيك على أن ما جرى في الثورة اليمنية من مواجهات دامية وحروب بين المختلفين والمتناوئين هي ذاتها أيضا نشأت حرب افتراضية إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعية وخاصة الفيسبوك الفيسبوك يعني لعب دور كبير وفعال في الثورة اليمنية أكثر مما لعبه تويتر نظرا لأنه حتى الآن يمكن القول على أن تويتر هو موقع النخبة من المثقفين والمتعلمين والذين لديهم الجدية في التعامل بالمعلومات أكثر من الفيسبوك هناك حرب إعلامية إلكترونية تطورت واتسع لهيبها بين الأطراف المختلفة في اليمن ونشأت كما أخبرتك سلفا العديد أو العشرات من الصفحات الإخبارية سواء أن أصبحت صفحات إخبارية أو أن يديرها أفراد لكن مع مرور الأيام أستطيع القول على أن هذه الصفحات استطاعت خلال العام الماضي أن تحدث نوع من الغربلة لدى المتصفحين والمتابعين من كلا الطرفين الصفحات الإخبارية على شبكة الفيسبوك طورت نفسها وأصبحت كل شبكة تسعى إلى إثبات مستقيتها حيث وجدنا أن هناك العديد من هذه الصفحات تمتلك مراسلين تمتلك مصورين فيتم كما أخبرتك توثيق الأخبار بالصور بالفيديو إلى ما غير ذلك في الطرف الآخر وجدنا صفحات تسعى لمحاولة تشويه الحقيقة في الاعتماد على الإشاعة الاعتماد على الأخبار التضليلية الاعتماد على مصادر هل مجد ذلك في طرف الواحد ولم يجد في الطرفين أنا أريد أن أقول الجمهور والمتصفحين هم الذين حسموا هذا الأمر كيف حسموا هذا الأمر نجد أن بعض الصفحات متابعها من مئة إلى ألف إلى ألفين إلى عشر ألف لكن هناك الصفحات التي اعتمدت الموضوعية والمهنية والمستقية بالصورة بالدلائل نجد أن هناك صفحات تجاوزت الستين ألف والمئة ألف متابع هذا هو الدليل الذي جعل الصفحات تمتلك المستقية عندما لجأت إلى وسائل تقدم الدليل على ما تتحدث عن أو تقولهم على أرض الميدان ولذلك وجدت الأجهزة الأمنية في اليمن خطورة لتنامي ما يجري على صفحات الفيسبوك فأوجدت فرق إعلامية خاصة تجندها هذا ما حصل في اليمن أيضا وفي مصر وفي عديد من البلدان العربية وموجود في كثير من البلدان العربية حتى الآن فرق تديرها أجهزة أمنية من الشباب يعملون على تغيير مسار الأحداث بمعنى إذا نزل حدث معين تأتي الردود من قبل المتصفحين أو المشاركين في محاولة لتغيير التوجيه الرأي العام في اتجاه آخر بمعنى قد يكون الخبر صحيح مدعوما بالصوت والصورة لكن تجد أن هناك العشرات من المتصفحين يشككون في صحة ومصداقية هذا الخبر أو هذه الصورة وهذا يكشف مدى الحرب التي كانت مستعرة بين المواقع نعم بالمواقع حتى المفتنعين بمبعثة وغيرها كيف وسيلة التشويه؟ ما الوسيلة التي يمكن أن يستعملها في التشويه؟ بمعنى هل يحصل منتج؟ هل يحصل مثلا تدخل في تغيير الصورة حتى يشوه الخبر على الرغم من صحته وسلامته؟ أنواع التشكيك كثيرة منها أضرب لنا مثال أو أكثر بوصفك متخصصة هناك مثلا بعض حوادث القتل التي تمت لشباب الثورة في اليمن تم استغلال بعض الصور وتم كان ينشر على أن هؤلاء الناس كتلوا بيد الثور أنفسهم يعكس الموضوع الصورة حدثها موضوع والتناول ساعده الوسيلة الموقع يستطيع أن يساعده في ذلك؟ طبعا أنت تتنان على صفحات الفيسبوك يعني ممكن أن تلعب لا رقيب خاصة الصفحات التي لا تعري من يديرها ولا من يملكها ولا شيء فتستطيع أن تكذب حتى ولو كان هناك مئة دليل على أنك كاذب بالفعل لأنه يريد أن الهدف الأول هو عبارة عن محاولة الوصول حتى إلى واحد في المئة من التضليل للرأي العام أو من هذا القبيل هنا نرجع استخدام السيء للصور موضوع آخر قضية الاستعانة بالفبركات الاستعانة بأخبار وتصريحات وهمية لمسؤولين أو لشهود عياني يعني على أنهم يتم التكذيب لما حدث أو ما جرى فهناك وسائل كثيرة يعني برعوا في هذا الجانب لكن كما قلت لك يعني الصفحات يعني مع مرور الأيام تغربلت وأصبح المكتنعين بالثورة لهم مصادرهم والناس الذين لا يؤمنون بالثورة ونهجها لديهم صفحات مصادرهم الخاصة فالثورة وصفحاتها تغربلت مع مضي الأيام طيب فيما يتعلق بقضية التجزيف بشكل عام فلنأخذ أنا قد لا أحتاج إلى أن تتحدث عن ما حدث في الدول العربية وفي الربيع العربي الآخر لأن النموذج الذي سردته عن اليمن سيكون نموذجا فالقضية واحدة ومن ثم فإن ثم تتجاهن واتجاهن آخر يصدق عليه ما طرحته أنت لكن فيما يتعلق بقضية سوء الاستخدام بشكل عام وأوسع في قضية ما يعود عليه من أضرار اجتماعية ألا أستطيع أن أقول إن هناك خطرا في ذلك أستاذ أحمد شبكات التواصل الاجتماعية هي كالسيف ذو الحدين وممكن أن تستخدم في طريق الخير وممكن أن تستخدم في طريق الشر رغم ما ممكن أن نقوله في ما أحدثته من تغيير فكري وثقافي واجتماعي على الصعيد المحلي والعربي هناك أيضا أخطار كبيرة تهدد الأسرة العربية خاصة لداء الشباب والمراهقين من كل الجنسين الفيسبوك استطاع أن يقرب بين كل بعيد الفيسبوك استطاع أن يربط علاقات مع أطراف حميمية هناك العديد من العلاقات التي تطورت من الواقع الافتراضي إلى الواقع الحقيقي عن طريق الفيسبوك وعن طريق التواصل تتم التواصل أولا عن طريق تعليق أو عن طريق رسالة خاصة أو عن طريق إيميل ثم تنشع علاقات ولذلك نجد أن الغالبية العظمى من مستخدم شبكة الفيسبوك هم من الشباب لا نستطيع أن ننكر أنه رغم ما يجري من استخدامات تنموية فكرية سياسية هناك أيضا يعني يمارس الشباب بعطيشهم وهواهم وما من هذه المترادفات يعني على شبكة التواصل الاجتماعي يعني بهذا الجانب فلها سلبياتها ولها إيجابيتها بشكل نعم طيب شكرا أستاذ أحمد عايد سعيد بهذا الاسم وسعيد بهذا الطرح الذي يطرح أو بهذا الاسم الذي يطرحه هذا الطرح سعيد أيضا أن أعود بالميكروفون إلى زميلي فضل معارك في الأردن وإذا أذن لي أن أتجاوز بعض التقاليد الإعلامية فأعده ضيفا على الأقل في الحديث عن الإجابة على السؤال الآتي الذي أنتظر أن أحصل على إجابته من زميلي فضل ومن ضيفنا هناك الأستاذ خالد الأحمد لا تعتقدون أننا في يوم من الأيام سنجد الحديث عن التلفزيون سيكون حديثا عن خبر كان وكذلك الراديو أيضا سيكون الحديث عنها حديثا عن وسيلة الإعلام كانت زمان كما قالوا كان يا ما كان ويصبح المسيطر هو العمل أو الإعلام الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والهاي فاي إلى آخره أهل يمكن أن أجمح بخيالي فأتذكر أو فأذكر أن جيلنا سيتحدث عن التلفزيون كما كان الناس يتحدثون عن سيرة الظاهر ببرس وعلي بابا وعي حكاية شعبية وينسجوا حولها ما يريد الناس كما ينسجون هل يمكن أن يحصل هذا أستاذ خالد وأستاذ فاضل؟ نعم يعني أشكرك دكتور محمد ناصر يعني هناك جزء من الثورات العربية عندما تطلق شعاراتها أثناء المسيرات والأتصابات تقول علي بابا والأربعين حرامي فبالتالي هذه المصطلحات وهذه الحكايات الشعبية أصبحت توظف في ثوراتنا العربية يعني خيالك زي خيالي واسع أردت أن أختم هذه الحلقة بالقول لكن أنا في إطار الحلقة وسنطرح بعض الأسئلة على الأستاذ خالد لكن طالما أنك تطرقت لهذا الموضوع أقول بأن وسائل إعلام التقليدية التلفاز والراديو وأيضا الصحف ومن ثم الإنترنت قد حولت العالم إلى قرية صغيرة وأقول بأن مواقع التواصل الاجتماعي قد حولت هذه القرية الصغيرة إلى بيت صغير وأنا قد أتفق مع ضيفي الأستاذ خالد بأن هناك جزء من الحوار افتراضي طالما أن الشخص الذي جمعتك به علاقة صداقة عبر الفيسبوك أو تويتر هي علاقة لأول مرة لكن لديك العديد من الأصدقاء الذين هم موجودين على أرض الواقع وتتفاعل معهم في الحوارات في بعض الحيان على الفيسبوك أو تويتر حوارات لها ارتباط بالأحداث التي جرت معك أو جرت معه كأنما تتحدث إليه وجها لوجه هناك سؤال وجه هل لماذا نتحدث عن هذا الحوار بأنه حوار افتراضي أستاذ خالد وهل مواقع التواصل الاجتماعي ستكون بديلا حقيقيا للتلفاز والراديو أنا قلت لك وهذا سؤال قد اتفقنا عليه مسبقا هل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي صار في النظر عن الوسائل الإعلام التقليدية التلفاز والراديو وأيضا الوسائل المقرؤة وأقصد هنا الصحف وليست المواقع الإلكترونية تفضل سيدي يعني الوقت يحكمنا حوالي خمس دقائق تفضلي سيدي بالنسبة للعالم الافتراضي سمي بهذا الاسم لأنه أنك تتحدث وتبني علاقات مع أشخاص لم تلتقيهم بحياتك هذا جزء من المعادلة هذا جزء من المعادلة هناك أصدقاء حقيقين على أرض الواقع بالأصل نعم بس ممكن أنت شريحة أصدقائك معينة ومحدودة بعوامل كثيرة فمثلا أنت ممكن تلتقي وتتحاور مع مؤلف كتاب أحببته طول عمرك لكن لم تتعرف عليه قبل ذلك بالضبط فهذا هو العالم الافتراضي وأيضا ممكن تتحاور مع شخص مجهول الهوية فهو لا يصرح اسمه وهويته ومكان عمله أو إقامته ولكن عنده مادة ومحتوى قيمة لا تستطيع أن تتجاهله بالنسبة للإعلام التقليدي التلفاز والراديو والجرائد أي إعلام تقليدي لا يتعامل مع الإعلام الجديد ويتزوج بها نعم سينسى فمثلا بالنسبة للتلفزيون التلفاز الآن صار فيه التلفاز الذكي نعم سكايب وأنا بشاهد التلفاز في عندي تويتر وممكن عندي كما أدخل على الفيسبوك نعم وبكون موصل عن طريق الإنترنت فبصير أتفاعل مع التلفاز وبقرأ بنفس الوقت إيش عم بصير عندي على تويتر نعم فهذا التلفاز نجح بإنه يكون علاقة مع الإعلام الجديد من نسبة للجرائد نجحوا برضو بهذه المعادلة في عمل مواقع الإلكترونية ومن تالي ربطها مع مواقع تواصل وصار في عندهم كمان شغلة يسموها اللايف تويتنج نعم لما يكون في حدث بنزلوك مقال مفتوح وجاري التحديث نعم وهذه الشغلة الجديدة بسبب اللام الجديد ما كانت موجودة بقوة والراديو الراديو لست ما زال ما زال أنا شخصيا ما شفت يعني طالما نستخدم السيارة سنستخدم الراديو كوسيلة سهلة لأن مواقع التواصل تحتاج إلى الاستخدام اليدين فاليدين ممسوكتين بالستيرينج فبالتالي صعب أنك تستخدمهم في جهاز الكمبيوتر أو في الهاتف الذكي ومعروف مروريا أنه يمنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وشغلة غير هيكة الراديو هلأ موجود قنوات موجودة على الإنترنت فأنا ممكن أسمع اللايف ستريم على الإنترنت وأستخدم المواقع بأي بلد العالم نعم سؤالي هل بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقتصرة على الأغنية أم في متناول يد الجميع خلينا نتحدث عن حالة الأردن أول في البداية كانت محصورة نعم في شريحة معينة من المواطنين نعم بسبب الأدوات وبسبب الكلفة وكذا ولكن الآن لأنه صار بمتناول الجميع ممكن يحصل على هواتف ذكية والأدوات صارت سهلة المنال فالشريحة هذه كبرت نعم فما صارت بشريحة الأغنية هل صارت شريحة الأغنية والوسط نعم هل الحواجز الاجتماعية ما زالت تشكل عائق أمام استخدام النساء في الوطن العربي لمواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن صفحات وهمية يعني الاسم ليس حقيقيا والصورة ليست حقيقية يعني ممكن النساء يستخدموا هذا الجانب من الاحتيال في عمل حساب على الفيسبوك أو على التواتر نعم هناك بعض الأمور مثل القيود المجتمعية والثقافية الخصصية والأمن الإلماء بالتكنولوجيا إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا معلومات مستوى الثقة في الإعلام الاجتماعي التعليم والمحتوى الملائم نعم بالنسبة للأردن نسبة النساء في الفيسبوك بالأردن هي 42% أقل من النسبة العالمية وهي 54% ولكن أكثر من النسبة العربية وهي 34% مقارنة مع الدول العربية نعم العربية باليمن 20% فقط بالدول العربية 34% وبالأردن 42% مجالات استخدام بعض الأشخاص الذين لديهم مناصب في الأردن لمواقع التواصل الاجتماعية هل هي مجالات بحكم العمل والمنصب؟ نعم تحدثنا عن نموذج وزير الخارجية نعم عندنا العائلة المالكة موجودة على الإعلام الاجتماعي عندنا كمان بعض الناس المشهورين مثلا مثال سيناتور ميشيل نزال نعم هو مهتم اللي هو عضو مجلس الأعيان نعم عضو مجلس الأعيان وعنده كمان شغف كبير بالسياحة بالأردن نعم فمعظم تغريداته وتواصله على الإعلام الاجتماعي في إطار الترويج للأردن سياحية نعم نعم طيب سؤالي الأخير تحدثنا عن الثورة اليمنية ولم نتحدث عن الحراك الذي يشهده الأردن من مسيرات واعتصامات إلى أي حد الشباب استطاع أن يروج لهذا الحراك ولهذه الاعتصامات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سؤال الأخير بأقل من دقيقة الإجابة أستاذ خالد تفضل سيدي الحراك له تواجد على الفيسبوك وعلى تويتر في الأردن وتواجده متواضع مش كبير جدا ولكن له تواجد نعم بحكم أن البلد صغير نعم وبالتالي يعني الناس تعرف بعضها أكثر بالظر وبالتالي عدد السكان مقارنة مع الدول الأخرى هو عدد محدود صحيح دكتور محمد ناصر كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا اللقاء سيدي شكرا جزيلا أخي أحمد عايض هل من كلمة في أكلمة دقيقة إذا سمحت يعني بمعنى أننا لم نعد لدينا وقت إذا سمحتك أنا أقول أن هذه شبكات التواصل الاجتماعية ستحدث مع قادمة الأيام ثورات قادمة وأنا أعتبرها هي الثورة الفكرية في حياة الشباب ثورة التنمية وإلى ما ذلك من هذا القبيل الأيام القادمة ستشهد إن شاء الله يعني وعي أكثر بما سيجري لخدمة البلدان العربية وتصحيح مسار الثورات العربية وأن يصبح موضوع الحكم السياسة أمر لابد أن يتساير مع رغبة الشعوب شكرا جزيلا إذن بهذا يكون قد انتهى اللقاء وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن نشير إلى أننا بحق في أمس الحاجة إلى أن نهني الإخوة الزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان على اختيار هذا العنوان وعلى دقة اختياره إذ إنه من المواضع التي لا بد من التركيز عليها في منطقة المنطقة الزمنية التي نعيشها وعليه فإنا نشكر شكرا جزيلا أخواننا في الأردن على أن أتحولنا فرصة الحوار معهم ومع ضيوفنا في الأستوديوهين حول هذا الموضوع بقي لي إذا أدن لي أخي وزميلي الأستاذ فضل معارك أن أعبر عن صادق سعادتي وجديل تقديري لمثل هذا الحوار الجميل دعوني باسمكم أرحب أو أحيي ضيفي العزيزين ضيفينا العزيزين أن أرحب بضيفنا هنا الأستاذ أحمد عايد وهو المدير التنفيذي لشركة مارب بريس وأيضا مسؤول أو مدير موقع مارب بريس الإخباري أشكره على أن كان معنا وأتمنى أن تتعدد لقاءاتنا مع إذاعة عربية أخرى ومع الأردن بشكل خاص حولها مثل هذه المواضيع أخي أحمد شكرا جزيلا لك شكرا لكم جزيلا شكرا لك زميلي وصديق العزيز الدكتور محمد ناصر حميد الذي أعرفه من خلال الأثير من خلال هذا الحوار الحقيقي وليس الافتراضي وأتمنى أن أراك قريبا إما في صنعاء أو في العاصمة عمان شكرا لك ولضيفك الأستاذ الصحفي أحمد عايد وأشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو أحد رواد الإعلام الاجتماعي في الأردن الأستاذ خالد الأحمد الذي شغل أو عمل في عدة مواقع حكومية وخاصة ومنها مدير الإعلام الإلكتروني سابقا في رئاسة الوزراء وكل الشكر لزملائي أحمد مسلم الحميد وبهاء الطراني في التنفيذ الهندسي المباشر وللزميلة وداد أتل مسؤولة التبادلات البرامجية شكرا دكتور محمد ناصر من إذاعة اليمن هذه تحية وإلى اللقاء لقاءات عربية الإشراف والتنفيذ وداد الثل ترجمة نانسي قنقر